اشتركوا في القناة في المقر القيادة الدرك الوطني وفي البرنامج اليوم وقفة عند جهود مصالح الدرك الوطني في مكافحة الإجرام من خلال تقنية البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائية إلى ذلك ماذا يقدم اليوم الطب الدقيق في علاج الأمراض التنفسية في عصر التغيرات المناخية والأوبئة والجوائح ثم نعرج على أهمية تعميم توظيف الذكاء الاقتصادي في التسيير المؤسسة في هذا الفضاء نقف اليوم عند نشاطات المؤسسة الجزائرية لترقية المبادرات الشبانية وتأهيل المرأة والطفولة وكذا انطلاق فعاليات منددى الشابب لدعم الاقتصاد الدائري الذي سيجري تنظيمه بولاية الصيف اليوم كل هذه المحاور بتفاصيلها بعد هذا الفاصل نلتقي بعد الفاصل وأيضا نترقب أحوال التقسى المرتقبة لنهار اليوم في الجزائر وفي عدد من عواصم العالم يطلعون عليها زميل كريم مرزوق أهلا وسهلا كريم أهلا وسهلا أخت عفاف صباح الخير لمشاهدين الكرام نسبة رطبة علي أقيل هذه الصبيحة تقريبا على الجل السواحي الوسطى والغربية لأكثر تفاصيل بعد الفاصل موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل تحية صباحية مشاهدين الكرام بعد انتظار عودة الأمطار إن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء خلال نهار اليوم إن شاء الله في الأجواء إذن تبقى صحوة تقريبا على جل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعة ولكن خلال هذه الصباحة نسبة رطبة عالية فقط 85% على الوجه الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية بعد تلشي ضباب إذن في الأجواء تبقى مشمسة صحوة على الشمال وحتى على الجنوب مع زوابع رملية ستنشط على أقصى الجنوب وحتى على مرتفعات الهوغار درجات الحرارة خلال النهار اليوم دائما تفوق المعدل الشهري ترتفع تقريبا على جل السواحل خاصة المناطق الوسطى وكذلك الغربية ننتظر بحول الله خلال نهار اليوم درجات الحرارة القسوة تصل غاية 28 درجة على العاصمة 27 درجة على كل من أقول على كل من تزيوزه البليدة البويرة 26 درجة على بيجاية جي جلسك دعنابه والطرف 25 درجة على ولاية لمسان 20 درجة على الجلفة كذلك البيض جنوبا تصل غاية 24 درجة على كل من بسكرة المغير توقت حتى على ولاية غردايا 25 درجة على بشار كذلك 8 راسات حتى على ولاية جانت 21 درجة على الصحراء الوسطى أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 33 درجة أما للملاحة والصيد البحري لنهار اليوم إن شاء الله فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر هادئ على الواجهة الغربية لكن من هادئ إلى قليل اتراب على كل من السواحل الوسطى والسواحل الشرقية حتى رياح متغيرة الاتجاهات ضعيفة لن تتعدى العشرين كيلومتر في ساعة تقريبا على طول الشريط الساحلي فيما يخص أحوال تقص على بعض أواصم أوروبا أين بحول الله تهاتوا للأمطار على كل من لندن كذلك برلين حتى على فيينا واستنبول أجواء غائمة على باريس نفس الأجواء على موسكو مع خمس درجات تحت الصفر كييف كذلك تقص بارد درجة واحدة دون الصفر ننتظر ثمان درجات على استنبول أجواء مغشات على روما مع ساعة تاشن درجة نفس الأجواء على لشبونة وكذلك مدريد مع ساعة تاشن درجة غرب الشمس لنهار اليوم على مصر العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله تعالى في تمام الخامسة وسبع واللاثين دقيقة والأكثر تفاصيل عن حوال التقص دائما مواقع الأرصاد الجزائرية في الخدمة أشكركم على المتابعة والعودة لعفا بعد الفاصل موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل شكرا لزاريني الكريم مرزوق على هذه الإطلالة أو المحطة في برنامج هذا الصباح اليوم وقفتنا عند جهود مصالح الدرك الوطني من خلال تقنية البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة من خلال هذه التقنية ودورها في الإثبات الجنائي أستقبل ضيفي بعد الفاصل موسيقى أهلا بكم مشاهدين الأفاضل إذن أول محطة أول موضوع في هذا الصباح جهود مصالح الدرك الوطني في مكافحة الجريمة من خلال تقنية البصمة الوراثية ودورها المهم في الإثبات الجنائي استفاضة في الموضوع نسعد كثيرا باستقبال سيادة المقدم دحو قدور رئيس دائرة التعرف الوراثي بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية والإجرام سيادة المقدم مرحبا شكرا لك على قبول الدعو شارف نينا سبع الخير القدور سبع الخير المشاهد الكريم وأتشرف بتعوى من طرف إدارة طبعا في هذا الصباح أهلا وسهلا بك سيادة المقدم إذن تعتبر البصمة الوراثية من أهم التقدمات للبشرية اليوم في مجال البحث الجنائي وهذا لمحاربة الجريمة طبعا كيف نعرفها ما هو تاريخها وما هي أهميتها في البحث الجنائي طبعا نقدموا تعريف بسيط للبصمة الوراثية حتى المشاهد من خلال هذا المنبر يعرفوا شو معنتها البصمة الوراثية ومتى تم اكتشافها واحتمادها إلى غير ذلك مع الحديث علميا البصمة الوراثية بطبيعة كل الكائنات الحية تتميز باختلاف نعم في صفاتها الظاهرية فيما بينها وتختلف في نفس الجنس فيما بينها هذا يرجع لاختلاف في التركيب الجيني على مستوى جزئي الأديان نعم طبعا جزئي الأديان يتكون من جينات مشفرة وجينات أخرى غير مشفرة هذا علميا طبعا الجينات المشفرة تشفر لمختلف البروتينات اللي يحتاجها للجسم سواء بالنسبة للتركيب ولا للوضع إفلاء أيضية نعم أما بالنسبة للجزء الغير مشفر وهو يمثل الأغلبية أكثر من 98% فهذا الجزء يتميز باختلاف شديد وبوجود مناطق متسلسلة ذات تتابعات وتكرارات مختلفة تختلف من شخص إلى آخر ما ميزها وأدراجها ضمن خانة البصمة الوراثية نعم وبالتالي فإن البصمة الوراثية علمية هي عبارة عن شفرة تتكون من تكرارات وحروف على مناطق مختلفة في السبغيات الموجودة على مستوى النوات في كل خلية من خلية جسم الإنسان نعم هذا بالنسبة للتعريف العلمي العلمي من ناحية التاريخية تم اعتماد البصمة الوراثية واكتشافها بمحد الصدفة طبعا التاريخ يرجع لسنة 1984 عندما كان العالم الإنجليزي أليك جيفري يقوم بتجارب على بعض الفطريات وإذا به يكتشف وجود تسلسل متكرر على مستوى الحمض النووي الريبي لهذه الفطريات وفي المناطق الغير مشفرة لها فلما لن نرى نفس المناطق على جزء الأضيان بالنسبة للإنسان فإذا به نفس الشيء اكتشف لهذه المناطق الغير مشفرة والمتسلسلة موجودة على جزء الأضيان بالنسبة للإنسان واحتبروها منذ ذلك الحين يعني من سنة 1984 احتبروها كتقنية فعالة جدا لتعريف هوية الأشخاص واستعملوها في تعرف على مختلف الآثار البيولوجية اللي يمكن رفوها من المسرح الجارب إلى غير ذلك وتم أول مرة استعمالوها في بريطانيا حوالي سنة 1988 وبعد ذلك تم استخدامها وتعميمها في أمريكا وأوروبا إلى غير ذلك واستعملت لأول مرة كدليل النفي فهي دليل النفي وإثبات وإثبات للمجرم وغير المجرم نعم هذا من ناحية التاريخية سيادة المقدم هل يمكن أن تتشابه البصمة الوراثية بين الشخصين؟ حاليا البصمة الوراثية المستعملة في التعريف أهوية الأشخاص لا يوجد بصمتين ويراثيتين تتشابهن إلا في حالة التوأم الحقيقي التوأم الحقيقي لهم نفس البصمة الوراثية من أين نحصل عليها البصمة الوراثية؟ البصمات الوراثية نتحصل عليها من مختلف العينات البيولوجية الموجودة في مختلف أنسجة جسم الإنسان طبعا جسم الإنسان هو عبارة عن بناء لمختلف الأنسجة سواء كانت أنسجة دموية، عضلية، لنفوية، عضمية، شعر إلى غير ذلك من كل منطقة، من أي نسج كان ممكن أن الخلايا تأوتم الدناء بصمة ويراثية لماذا؟ سبب علمي بمحت خيلي عند التزاوج يقوم الإنسان بإعطاء خلية منوية والأنت تقوم بإعطاء بويضة طبعا هذه البويضة والخلية منوية يكونون خلية ملقحة فيها السبغيات الوراثية أو البناء الوراثي للأنت تورث إلى الأبناء الذين سيكونون من جيل إلى جيل طبعا هذه البويضة الملقحة سوف تنقسم إثنان ثم أربعة ثم تمانية ثم ستة في مرحلة من المراحل إصراء ما يسمى بعملية التمايز التمايز هذا يشكل لنا مختلف الأنسجة في الجسم يعني بصورة واضحة يعني البصمة الوراثية التي كانت انطلقت من خلية واحدة وأصبحت موجودة في مختلف الأنسجة هي نفسها سواء في النسجة العضلي أو في الدم أو في اللعاب هي نفسها في البصمة و هي نفسها في جسم الإنسان في جسم الإنسان يعني نسيجة مختلف هذه مختلف العينة سواء من العضاء أو من الأسنان أي عينة بيولوجية مأخذة من نسيجة لجسم الإنسان يمكن استخراج البصمة الوراثية منه طيب بالنسبة لماذا زيها أو خصائصها هذه البصمة بماذا تتميز إذا قارنناها مثلا ببصمات الأصابع بصمة الصوت الأعين بصمة الوراثية أصبح استخدامها في ميدان الأدلة الجنائية بصورة كبيرة جدا في بعض الأحيان يعتمد عليها نظرا لقوة حجيتها وفي بعض الأحيان لا يمكن استخدامه إلا البصمة الوراثية مثلا في حالات الاحتداء الجنسي يعني الأعثار البيولوجية التي يعتمد عليها من أجل ليس نقول اتهام وإنما ربط الفعل الإجرامي في الاحتداء الجنسي يكون عن طريق البحث وتحديد هوية الحياة والمنوية كذلك في تعرف على الأشخاص في بعض الحالات ويتعذر على الطرق الأخرى نحن في تعرف الأشخاص هناك طرق أولية وطرق تانوية بين الطرق الأولية تعرف الأشخاص مثل البصمة الوراثية بصمة الأصابع ولا خبرة الأسنان في بعض الأحيان مثلا وإن يكون جسم الإنسان في حالة الاحتراق مثلا ولا ضحايا الكورث هذه الطرق لا تسمح باستغلالها من أجل تحديد هوية الشخص فيلجأ مباشرة لاستخدام تقنية البصمة الوراثية التي هي تقنية حساسة جدا باستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتحكم فيها حاليا خاصة على مستوى المحرد الوطني لأدلة جنة والعلم الجرام يعني نتحكم فيها التقنيات الحالية الحمد لله بمختلف الإمكانيات المتوفرة وبالتالي فبالرغم من فساد وتلف هذه العينة لكن لكن بمعض الأحيان تحصل على بصمتنا تسمح بالتعرف على هوية هذه الجثة المجهودة هل يسهل قراءتها في سيادة المقدم؟ بطبيعة الحال يسهل قراءتها لأنه الخابير في التعرف الوراثي يتلقى هذا التكوين التكوين القاعدة على مستوى الجامعة ثم تكوين ما بعد التدرج ثم بعد ذلك يتلقى تكوين متخصص إلى كيفية مناقشة وقراءة المعطيات الخاصة بالتعرف الوراثي وبالنسبة لعمر هذه البصمة الوراثية هل يمكن تخزينها لفترة طويلة أم لديها؟ طبعا هناك في البصمة الوراثية استعمالها وكيفية استعمالها وشروطها يخذع للقانون ونحن على مستوى المحض الواطن الإعدلاجي وعلمي جنامي في الجزائر بصفة عامة لا يمكننا أن نعمل على البصمة الوراثية إلا بعد صدور القانون وهنا من هذا المنظر نبت بعض المعلومة الأساسية أن الجزائر كانت من الدول السباقة في استصدار قانون البصمة الوراثية على المستوى الإقليمي إلا ما أقول على المستوى القاري حيث صدر القانون 16-03 المؤرخ في 2016 الخاص بالبصمة الوراثية وشروط وكيفية استعمالها طبعا هذا القانون إشرح بدقة وبصورة مفصلة مدة تخزين وكيفية تخزين البصمات الوراثية يمكن أن تطلق لها في الحديث موضوع طيب ربما بضمن الخصائص ممكن أن أسألك هذا السؤال هل هذه البصمة الوراثية تساعد على اكتشاف الأمراض المتوارثة عبر الأجيال هل هي أسرع في الاكتشاف أم لا؟ في ميدان الأدلة الجنائية لا يمكن استعمال البصمة الوراثية لغير ما نص عليه القانون ماذا يعني؟ لا يمكن استعمال البصمة الوراثية أو العينات البيونجية لاستطهار صفات وراثية للتعلق بأمراض والصفات والقانون لا يسمح الناس أن نستعمله طبعا يمكن استخدامها في مجالات البحث في الطب مثلا يمكن استخدامها في الطب أما في الميدان الجنائي لا يمكن استعمال البصمة الوراثية لإستظهار الصفات والأمراض الخاصة بالإنسان طيب لكنها كما تفضلت هي مهمة جدا في الإثبات الجنائي ولكن لها أيضا دور واستعمالات وفائدة في الطب ولكن بالعموم نسبة نتائجها هي قطعية بصمة الوراثية في الميدان الجنائي يعني عندنا إما يكون توافق في هذه الحالة عندها قوة حجية كبيرة جدا وعندها يكون وزن وله في حالة النفي هي قطعي 100% إذا لم يتم تطابق في موقع جيني واحد فهذا يدعو إلى الاستبعاد 100% عند توافق البصمتين الوراثيتين مثلا بصمة وراثية مستخرجة من مسرح الجريمة وبصمة وراثية المشكوك فيه عندما يتم التوافق نقوم بحساب الاحتمالات وطبع تلك الحالة يكون الاحتمال جد 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 كبير يعني 99.99% تطابق إيجابي إيجابي جيد جدا باستعمال بالتأكيد الإمكانيات تقنية متطورة يحوز عليها المعهد الوطني الأدلة الجنائية طبعا رح نتكلم عنها في المبنى استعمال البصمة الوراثية كما قلت على مستوى المعهد الوطني الأدلة الجنائية والمجرام طبعا هناك التشريع الذي يسمح لنا الكائن القانون بالنسبة للتكنولوجيات المتحكم فيها على مستوى المعهد الوطني الأدلة الجنائية والمجرام هناك تقنيات جد حديثة تجهيزات جد ومتطورة البنى التحتية وفقا لمقاييس عالمية الطرق المستعملة يتم المصادقة عليها ومراقبتها قبل استعمالها كذلك بالنحية التكوين العنصر البشري هناك عنصر البشري مؤهل في البصمة الوراثية وعلوم البيولوجيا الجزائية بشكل عام على مستوى المخبر من أجل الحفاظ على مستاقية ودقة الدليل لأن هذا الدليل سيقدم بعدما يكون قطعة إثبات بعد التحليل والذي يسمى دليل ولذلك على مستوى المعهد نصهر على تقديم خدمة ذات دقة وحيادية ومصداقية ولهذا المعهد الوطني الأدلة الجنائية وخاصة في دائرة تعرف الوراثي من أجل تحقيق هذا الهدف تبنى سياسة نظام جودة عالمي ليسمحنا بالتحكم في التقنية وكطرق طريقة من طرق الحفاظ والتقديم خدمات مستقية هي مشاركتنا سانويا في اختبارات الجودة ما بين المخابر العالمية وحصولنا على الاحتماد من طرف الهيئة الوطنية الاحتماد والجيراك وهيئة الاحتماد الأمريكية احتراف عالمي واحتراف وطني ليس فقط في البصمة الوراثية وإنما بالنسبة لجميع مصالح المعهد وفي مختلف التخصصات في المؤدلية الجنائية على مستوى المعهد إذا فتنا إلى كفاءات الجزائية طبعا الكفاءات على ما مسجلة نهتم بالعالم تكوين والعالم تكوين مباشر وتكوين متواصل على طول السنة يعني اليقظة من أجل التوصل إلى كل ما هو جديد ومن أجل موكبة طبعا تطور الإجرام إلى غير ذلك على مستوى التطلعات التحديات التحديات التي تفرض علينا الواقع طبعا المعهد هذه هي سياسة تكوين متواصل يعني سياسة سياسة في نظام تصهر عليها القيادة على كل حال من المستوى القاعدي إلى المستوى المركزي يعني حتى المستوى المحلي بالنسبة لدرك الوطني هناك تكوين بتقني مصرح الجنمة اللي يساعدونها كثيرا في عملية البحث واكتشاف الآثار بصورة كما ينصع لها الإجراء المعمول به سياسة المقدم سنفصل معك لاحقا في كيفية مساهمة البصمة الوراثية في سير التحقيق القضائي ولكن مشاهدين بعد أن نربط الاتصال المباشر مع زميلة كينزة بودلة المتواجدة بمقر القيادة قيادة الدرك الوطني في إطلالة سريعة على حالة الطرقات الولائية والوطنية في ضيافة سيادة الرائد سامير بوشحيت كنزة صباح الخير إليك التفاصيل صباح الخير زميلة تعفاف شكرا لك صباح الخير متابعي برنامج هذا الصباح فعلا وضمن فقرة مسالك وطرقاتك كل صبيحة يوم أحد نتواجد على المباشر من مقر قيادة الدرك الوطني مركز الإعلام أقل وتنسيق المرور على مستوى قيادة الدرك الوطني لما عارفت حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطنية تواجد معي في هذا البث الحيوى المباشر السيد الرائد سامير بوشحيت المكلف بالإعلام على مستوى المركز صباح الخير سيدي الرائد وكيف رصدتم حالة الطرقات لصباحة اليوم صباح الخير لك ولكل الطاقة العامة على هذه الحصة ولكل المشاهدين الكرام أما فيما يخص حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطني إذن نطمئن جميع المواطنين بصفة عامة والسواق بصفة خاصة الذين يتنقلون عبر شبك الطرقات بأن جل الطرق الوطنية مفتوحة للسير مع بعض المقاطع التي تشهد اضطرابات في حركة المرور بسبب كتافة السيولة المرورية أو بسبب الأشغال نذكر أهم هذه المقاطع إذن بولاية الجزائر العاصمة بالطريق السريع الجنوبي الرابط بين ولاية تيبازا والجزائر في شطره الرابط بين بلدية زيرالدة وبنعكنون باتجاه بلدية بئر مراد رايس حركة المرور البطيئة بسبب كتافة السيولة المرورية كذلك بالطريق السريع الرابط بين بلدية رويبة والدار البيضاء بمنطقة كوسيدير كذلك هناك حركة المرور البطيئة كذلك بالطريق رقم واحد أو الطريق الوطني رقم واحد بالرابط بين بلدية بئر توتا وبلدية الجزائر إذن هناك حركة المرور البطيئة بسبب بعض الأشغال بالطريق الرابط بين بلدية سحولة وكذلك بلدية بئر خادم باتجاه بلدية بئر مراد رايس هناك حركة المرور كذلك بطيئة بسبب الأشغال اللي شهدها هذا الطريق وكذلك بسبب كتافة السيولة المرورية نذهب إلى ولاية البوليدة لدينا بطريق سيارة شرق غرب إذن ضرورة اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر بسبب الأشغال الموجودة على مستوى هذا الطريق بالضبط بمحول بوفريك باتجاه ولاية عين الدفلة إذن الأشغال منذ حوالي هذا الأسبوع انطلقت منذ هذا الأسبوع إذن على جميع السواق تخفيض السرعة خاصة بالطريق السيار كذلك بولاية تيارة بالطريق الوطني الرقم 14 في شطر الرابط بين ولاية تيارة وتيسم سيلة بمفترق الطرق بمهدية هناك بعض الأشغال إذن على السواق كذلك الانتباه ومضاعف مسافة الأمان عند الوصول إلى مكان الأشغال بولاية تيارة دائما بالطريق الوطني 120 في شطر الرابط بين بلديتي زمالة الأميرة عبدالقادر وقصر الشلالة هناك بعض الأشغال كذلك أشغال تهيئة الطريق إذن الحيطة والحذر نذكر كذلك المشاهدين الكرام بأن المقطع الرابط بين بلديتي بوبزول وعنو السارة بولاية لمدية أو بين ولايتي لمدية والجلفة تم افتتاحه أي يعني الطريق السيار شبال جنوب تم افتتاحه على مسافة سبعة كيلومتر إذن على جميع السواق كذلك تخفيض السرعة عند السير بهذا الطريق واتخاذ مزيد من الاحتياطات اللازمة عند قيادة المركبات خاصة بالنسبة لشاحنات الوزن الثقيل بالولاية الأخرى كذلك بولاية قلمة لدينا الطريق الوطن يرقم 16 رابط بين ولايتي سوق هراس وبوشقوف هناك أشغال كذلك تهيئة الطريق ببلدية مجازفة إذن دائما الحيطة والحذر كذلك بالولاية بولاية إليزي كذلك بالطريق الوطن يرقم 3 كذلك بولاية أدرار بين بلديتي تج أغروت وتيميمون بطريق الوطني 51 حركة المرور كذلك بطيئة إذن هناك بعض الأشغال بهذا الشطر من الطريق وحدات الدرك الوطني دائما بالمكان من أجل تسهيل عبور المركبات وكذلك تقديم يد المساعدة للمواطنين في حالة تلقيهم لصعوبات إذن وحدات الدرك الوطني دائما منذ الصابحة تضع مخطط عمل من أجل فك الخناق على هذه المناطق التي تعاني اضطراب في حركة المرور وكذلك من أجل سيرورة حركة المرور بالدرجة الأولى حتى يمكن يعني أو يوصل العمال إلى أماكن عملهم في وقتهم في الوقت المناسب وكذلك من أجل تقديم يد المساعدة يعني للناس أو للبواطنين ليوجدوا صعوبات في التنقل نعم طيب سيدي الرائد بالحديث عن هذه الطرق التي تشهد ربما زحمة أو غير عادية نهاية الأسبوع هل كانت في حوادث مرور وما هي الأسباب لتلك الحوادث من نسبة لحصيلة حوادث المرور التي سجلت عبر إقليم اختصاص الضرك الوطني خلال عطلة نهاية الأسبوع سجلت وحدات الضرك الوطني خلال هذه الفطرة ووقوع 51 حادث مرور خلفت هذه الحوادث للأسف وفاة 20 شخص وإصابة 94 شخص بجروح متفاوتة الخطورة هناك ارتفاع نسبي في هذه الحصيلة على حصيلة الأسبوع الفارط وهذا بسبب عدم اتباع قواعد السياقة السليمة على غرار الحد من السرعة وكذلك طورة مركبات نقل البضائع في عديد الحوادث المرورية كذلك بسبب نعم تهور بعض السواق وتمييزهم بالسياقة الاندفاعية وكذلك بسبب نخص الوعي المروري لدى بعض السواق مما ادى الى وقوع حوادث مرور خطيرة على غرار يعني الولايات الولايات تندوف اللي وقع فيها حادث مرور ادى الى وفاة شخصين كذلك ولاية تبسة هناك تم تسجيل حادث مرور خلفها وفاة شخصين وإصابة شخص بولاية كذلك بيلا كذلك بولاية معسكر تم تسجيل حوادث مرور متفرقة خلفت وفاة شخص في كل منها شكرا سيدي الرائد على كل هذه التفاصيل الوافية شكرا لكم العفوة اذا زميلة عفاف مشاهدنا الكرام هذا ما كان لدينا اليوم ضمن ركن مسالك وطرقات لصبيحة اليوم اذا نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم الكل صبيحة احد اقول لمعرفة حالة الطرقات العابرة لاقليم اختصاص الدرك الوطني عودة اليك زميلة عفاف شكرا جزيلا لك كنزا بودلا ولضيفك الكريم على هذه الاستفاضة عودة مشاهدين العفاظل لاستكمال ما تبقى من نقاشنا مع سيادة المقدم دحو قدور رئيس دائرة التعرف الوراثي بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية والاجرام بالحديث عن اهمية البصمة الوراثية ودورها في الاثباء الجنائي سيادة المقدم نتحدث الآن عن مساهمة البصمة الوراثية في سير تحقيق القضائي سمحت باكتشاف اسرار الكثير من الجرائم التي كانت ربما تقيد ضد مجهول في السابق طبعا البصمة الوراثية واستعمالاتها كما تطرقنا عليه في بداية التدخل نرجع برك شوية للوراء لتاريخ اعتماد الأدلة الجنائية كوسيلة من أجل محاربة الجرائم يرجع بنا القول لسنة 1910 للعالم الفرنسي لوكارت اللي كان هو أول من وضع أول مخبر لشرطة العلمية ونظريتهم المشهورة يعني كل احتكاك يخلف أثر نعم طبعا احتمادا على هذه النظرة يعني أي مرتكب جارمة في مسرح جارمة ما إلا ويترك أثر في مسرح الجارمة ويحمل معه أثر من مسرح الجارمة طبعا التحقيقات واستعمال العلم في الأدلة الجنائية هو الحصول على ربط علمي ما بين مرتكب الجارمة والجارمة البصمة الوراثية لا تمتل الاستثناء باحتبار أنها يتم الحصول عليها من آثار بيولوجية فمرتكبي الجرائم حتما بعد اتصالهم بالجارمة مكان الجارمة أو الضحايا يتركون آثار بيولوجية ويحملون آثار بيولوجية طبعا الهدف هو هو وجود ربط بين مختلف أركان هذه الجارمة الحصول طبعا هو رفع آثار من مسرح الجارمة القيام باستخلاص البصنات الوراثية منها ومقارنتها بمشتبه بهم مثلا ولا العكس يعني آثار بيولوجية مرفوعة من مشتبه فيهم يمكن يكون الضحايا وبالتالي نربط مسرح الجارمة بأدات الجارمة أو بمشكوك فيهم أو بضحايا وبالتالي نقدم دليل علمي ليسمحنا بتكوين تعرف على رقم الأركان الجارمة من أين تأخذ هذه البصمة الوراثية في مسرح الجارمة من ماذا مثلا على مستوى مسرح الجارمة تأخذ البصمة الورثية إما مباشرة من مسرح الجارمة كوجود دماء في قضايا قتل وجود سوائل منوية في حد الاختصاب أو تكون على مختلف الحوامل مثلا أعقاب سجائر لعاب أدوات استعملت في ارتكاب الجارمة كأداة الجارمة خناجر إلى غير ذلك أشياء خدوش تحت الأظافر ضاحية مثلا ملابس الطحية كذلك ممكن الأفريشة في حالة القضايا القتل داخل المنازل والاختصاب مثلا طبعا هذه كلها ممكن رفعها سواء ترفع مباشرة من مسرح الجارمة أو يتم حجزها في أختام شرعية وترسل عن طريق الوحدات بإذن طبعا النيابة والجهة القضائية المختصة ترسل إلى المخابر تأتي ونقوم بمعالجتها على مستوى الضائرة طبعا على مستوى الضائرة ضائرة تعرف في الوراثي نقوم بالبحث وتحديد طبيعة الأعطار البيولوجية الموجودة سواء للترفع مباشرة من مسرح الجريمة أو الموجودة على مختلف الحوامل سواء كانت أفريشة عواقب سجائر أدوات شرب هواتف نقالة إلى غير ذلك خدوش عظ إلى غير أي شيء لهو على قبل كل اتصال يترك أثر نتوقع وجود أثر بيروجي على أي شيء يمكن رفع عن مسر الجريمة تقرأ بسهولة نتيجة تخرج مباشرة طبعا هنا نتكلم على مراحل استخلاص البصمة الوراثية البصمة الوراثية تفوت بعدة مراحل طبعا بعد فحص وتبحث عن مختلف الآثر البيوجية نقوم بيرفع عينة من هذا الآثر وهذه العينات تقوم بتمر على مراحل سلسلة التحليل يعني عدة مراحل استخلاص الحمض النووي ثم التكميم ثم التدخيم ثم الفصل كربائي للمواقع إلا المواقع البيولوجية التي تستخدم في عملية التعريف الوراثي طبعا هذه العملية تدوم في أغلب الحالات وفي أجوادها حسب نوعية وطبيعة العينة البيولوجية إلا كانت عينات بيروجية سهلة وذات طبيعة جيدة يعني تستغل من ثلاث أيام إلى غاية أسبوع من نجل الحصول على بصمة ورثية في حالة تلاف فيها مثلا تطلب أنها جهد كبير استرجاع آثار يعني المدة تختلف لكن في حالة التعرف على الأشخاص بطبيعة الحال من أجل تحديد هوية الجثاث وإرجاعهم إلى داويهم في أقرب الأجل لأنه حق مشروع هنا في الحالة يكون العمل متواصل ليل نهار وبصورة غير منقطعة يعني ما نحبس العمل حتى نقدم نتيجة في أقرب الأجل الأدلة السريعة والقطعية سيد المقدم في سؤال أخير ربما من واقع تجربتكم في هذا المجال لما تكون هناك حوادث كارثية أو يعني جرائم كبيرة كيف يتصرف المعهد هل هناك خرجات ميدانية سريعة أم يوكل الأمر إلى الملاحق التابعة له طبعا المعهد الوطني الأدلة الجنائية وعلمي الجرام نجعل القانون بموجبه تم استحداثه يتكون من عدة مخابر في مختلف الأدلة الجنائية ولهم لاحق على المستوى الجهوي كي يكون هناك ظواهر إجرامية ولا تدخلات ذات صادع كبير خاصة في مثلا الكوارث الطبيعية ولا جرائم معقدة طبعا على مستوى الجهوي يقوموا بعملية تقديم يد العون التقني ولكن في غالب الأحيان يدخلوا هناك في المحد يعني عندنا خليتين هناك خلية التعرف للتدخل الجنائي وخلية تعرف على ضحايا الكوارث هذا على مستوى المحد الوطني الجنائي كل مرة يكون هناك استدعى للتدخل يقوم فوج من الخبراء على مستوى المحد متعدد الإختصاص يعني في الإعلام الآلي تخص الوراث بصانات الأصابع إلى غير ذلك يتنقل العين المكان لأن لماذا الوحدة الدرك الوطني على مستوى المحلي هي مكونة ولكن في بعض الأحيان يكون المستوى يتجاوز الإمكانيات تها ولذلك يقوم خبراء بالتدخل مباشرة والقيام بمساعدة المحققين في التحقيق الجنائي ورفع مختلف الآثار خاصة في التعرف على ضحية الكرد مختلف الآثار التي تساهم في تحديد هوية الأشخاص ولا الآثار التي ممكن نستغلوها في التحري الجنائي من أجل كشف ملابسات القانية أشكرك جزيلا سيادة المقدم دحو قدور رئيس دائرة التعرف البراثي من المعهد الوطني للأدلة الجنائية والإجرام على الحضور وعلى هذه الاستفادة شكرا لك لفاصل المشاهدين نتواصل بعد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تنظم الحملة الوطنية التحسيسية لفائدة مهنية الصيد البحري ومربي المائيات حول معايير السلامة والأمن البحريين اخي الصياد في رحلاتكم اليومية للبحث عن قوتكم اليومي تتعرض السفينة لعدة أخطار أهمها نشوب الحريق وتسرب المياه نحن هنا بقعة المحركات المكان الرئيسي لنشوب الحريق وتسرب الماء سوف نرى مختلف مطافئ النار ومضخات شفط الماء أخي الصياد يجب أن تكون على دراية بمصدر الحريق لتختار نوع المدفعة التي سيتم استعمالها على سبيل المثال لدينا هنا مدفعة ذات بسحوق لإخماة جميع أنواع الحريق وهناك مدفعة بغاستين أوكشيد الكربون لإخماة حريق ذو مصدر كهربائي أما فيما يخص مكافحة تسرب الماء هناك مضاخات ميكانيكية كهربائية وملحقة من أجل إرسال رسالة الاستغاثة يجب ضبط جهاز الفياشف على قناة 16 وإرسال الرسالة ببروتوكول متبع Mayday 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 مع ذكر اسم السفينة موقع السفينة والخطر الذي تتعرض له السفينة أو بالضبط مباشرة على زر الاستغاثة لمدة تفوق 5 ثمان في حالة غرق السفينة أخي صياد عربان هو الشخص الوحيد المخول له بإصداء أمر إخلاء السفينة وهنا يجب العمل في مجموعة لضمان نجاة الجامعة وهذا بتطبيق ما تعلمه الصيادين خلال حصص التكوينية والتطبيقية للسلامة والأمن البحريين بأمنك وسلامتك أخي صياد يجب اتباع معايير السلامة والأمن البحريين مدارس ومعهد قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية مفتوحة أمام كل مهنيين ومربين المائيات من أجل التدرب والتكوين في مجال السلامة والأمن البحريين أعلم بكم من جديد مشاهدين العفوظ المتواصلون دائما معكم ضمن فضعكم الإخباري هذا الصباح نقف الآن عند نشاطات المؤسسة الجزائرية لترقية المبادرات الشبانية وتأهيل المرأة والتفولة استفادة في الموضوع نسعد كثيرا باستقبال السيدة مشهب هند رئيسة المؤسسة الوطنية الجزائرية لترقية المبادرات الشبانية وتأهيل المرأة والطفولة أهلا بك سيدتي شكرا على قبول الدعوة صباح النور شكرا على هذه الاستضافة شكرا على هذه الدعوة كمان نسعد أيضا باستقبال البرع مع أميمة بجديرة عن نادي التميز بذات المؤسسة أميمة صباح الخير أهلا بك كم عمرها خمس سنوات خمس سنوات سنعود إليك خلال هذا الفضاء بعد أن تعرف وإياك سيدة مشهب عن هذه المؤسسة الجزائرية لترقية المبادرات الشبانية وتأهيل المرأة والطفولة متى كانت النشأة وما هي أبرز نشاطاتها بسم المؤسسة الجزائرية ترقية المبادرات الشبانية تم تأسيسها 26 سبتمبر 2022 لكن هي امتدادة لمسيرة حوالي 15 سنة من النشاط إرتعينا أن نستلم الأعضاء ونؤسس هذه المؤسسة تحت المساميات الأولى التي كانت عندنا تشمل الطفولة والمرأة والشباب وكل الشرائح يعني في نشاطاتها شاملة وتشمل ميدان الطفل وميدان المرأة وميدان شباب ماذا تقدمون نقدم هناك نشاطات مثلا عن فرع الناوادي والفرع المراكز يقدمون كل ما يتعلق بتنمية مهارات الطفولة في الميادين في جانب النفسي جانب الأرتفوني الجانب العلمي حتى جانب الترفيهي خلق ورشات تدريبية خلق فيما يخص الشباب لدينا خراجات سياحية طريقة تسير الإداري تنمية المشاريع المؤسسات الناشئة مقاولة دوارات حرفية مهنية في هذه التشمل الشباب فيما يخص المرأة تنمية المرأة تنمية مهارتها المهانية مهارتها خاصة مرأة ريفية لأن مرأة ريفية عندها وسط تحة شوية المجتمع محافظ تكمل دراسة تحة تخلق الهاجة وأنها تشتغل في ميدان وتكمل تأهيل تحة وتطوير تحة فيما يخص جميع الميادان نقول الصناعة التقليدية الحرف حتى الجانب العلمي نعم سنعود إلى تفصيل في هذه النقاط لاحقا سيدة لشهب ولكن مواكبة للأحداث الجارية اليوم وللوضع الخطير والمتدهور جدا في غزة الجريحة هناك ملتقى وطني يجري تنظيمه من قبل المؤسسة ماذا عن تفصيل؟ نظرا نأسف لهذا الوضع الراحي كنا نتمنى أن نحتفله بالسيادة الفلسطينية بقيامة الدولة الفلسطينية اللي كان إعلنتها يوم 15 أكتوبر لكن لأسف العدو الصهيوني يرتع أن يبيد هذا الوطن حيث هذا الإبادة أنه استشهاد طفولة نحن كنا نضمنا لقاء الملتقى الوطني لمساند القضية فلسطينية لكن نحن ما نقولوش مساند قضية نحن أبناء القضية نحن متبنيين قضية أرتقينا أن نعطي لها شعار تحت مسمات استشهاد طفولة إبادة وطن لأنه لما يقوم العدو الصهيوني بإبادة طفولة مع أنها رح يبيد الوطن يعني باش يقضي على الدولة الفلسطينية والدولة الفلسطينية مراهيش بدولة واحدة مع أنها حيقضي على الإسلام وعلى العرب كلهم لكن لن يفليحوا بينها أن نقدم هذه الوقفة وهذه الملتقى اللي رح يكون فيها الطفولة هي من تعبر عن هذه القضية الطفولة هي من تشعر الطفولة هي من تتحدث الطفولة هي من تعبر عن حقيقة الوضع اللي راهوا الآن في بلدنا الشقيق وبلدنا الثاني وبلد القبلة الحرامين وكذلك ستكون هناك إن شاء الله أكيد مع مرافقة الدولة نحاول أن نطلق تطبيق يتبع للقضية الفلسطينية حول المساعدات إن شاء الله وكذلك فتح موقع موقع إلكتروني لمساندة القضية الفلسطينية أبت الكفاءات يعني من خارطة في المؤسسة أن تحاول أن تقدم هذا الموقع وهذا التطبيق مع المختارعين والأكف والإطارات المؤسسة أكيد بمرافقة الدولة الجزائرية يعني في هذا الشأن وإن شاء الله إن شاء الله سنلقى ويعلو الصوت الجزائر ويعلو الصوت الحق لتحقيق سلمة في دولة فلسطين مع السكوت اللي راهو صاري الآن صمت رهيب يعني لكن جزائر دائما هي سباقة وجزائر دائما هي صاحبة المواقع سيدة لشهب هذا المشهب هذا الملتقى جرى تنظيمه في أكثر من ولاية وليجري تنظيمه بشكل مستمت نعم في كل الفروع على مستوى الوطني في عدة ولايات ينظم إن شاء الله في قسنطينة في عنابة في ميلا في جزائر العاصمة يعني في كل فروع اللي تنتمي إليه المؤسسة نحن لدينا عدة فروع نعم يعني في تقريبا 50 فرع إن شاء الله راح نتكون في مع كل الهايكل تعدولة مع الولاة مع الرؤسة البلدية في المواقع في المقرات يعني لمساندة وبمرافقة دائما هياكل الدولة لكي يعلو صوت الزائر لعله وعسى أن يكون هناك مساندة أو خاصة الإعلام نعم إن شاء الله يعني على أقل قضية إنسانية قبل ما تكون قضية وطن هي قضية إنسانية وقضية وطن لأنك باش تقتل طفل في أرحم الأمهات وأجنة في جرم لا بعده يعني ليس لها ليس له لا حق ولا مبرر طيب الأكيد الاعتماد على النوادي الخاصة بكم من بينها نادي التميز مجالس ولائية ومثالا على ذلك أحذرنا البرع أميما أميما قدمي التحية تفضلي أميما تفضلي أميما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شكرا هذه الدعوة اسمي أميما بجيرا عمري خمس سنوات نحن أطفال المؤسسة الجزائرية لترقية المبادرات الشبنية لتأهيل المرأة والطفونة مع فلسطين ما شاء الله ما شاء الله قدمي تحية الرسول رسالتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بداية السلام عليك يا رسول الله نعم نعم يا سيدي يا رسول الله وحلت عنا وحلت عنا يا حبيب قلوبنا من هذه الدنيا وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتركتنا المحجة البيضاء أصبحنا في زمن المعروف منكر والمنكر معروف ها أنا ها أنا يا سيدي يا رسول الله من بلد الشهداء والمجاهدين ملطن الإيمان وحكمة إننا نعاني من جاهلية هي أشد وأمر من الجاهلية الأولى جاهلية أصبحت العبادات تقوط خالية خالية المعنى الحقيقي جاهلة قتل النفس المحرمة وقد قتلت الطفولة وبئدة البراءة جاهلية جاهلية عصبية عمياء ونحن عليه اليوم من ظلم وتخبط وظلم هو بتقصيرنا وتفريط وتخلينا عمز عزتنا القرآن الكريم فيا مسلمون صلوا على شفي الأمة رسولنا وحبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنا فلسطين فمن أنت أنا الوعد ولو بعد أنا القدس لا لبس أنا الحب والحرب أنا الأمر والعمر أنا القدر والقدر أنا فلسطين فمن أنت أنا أول قبلة وآخر قبلة أنا ثوابيت مكسوفة وصغاريد ولادة أنا فلسطين فمن أنت أنا عفات أنا عفات الطريد أنا اليسين القعيد أنا جورج العنيد أنا كل شهيد أنا تسبيحة قرآنية أنا فلسطين فمن أنت أنت خرافة مكسرة أنت وفيقة مزورة ينبئكم عن شجر الغرق ستزرعوا في الحقول القول قول محمد وأصدقي القول قول رسول تحيا فلسطين حرة منصورة الجزائر في القلب وفلسطين في الدم ما شاء الله ما شاء الله أميما برافو برافو بنيتي يعطيك الصحة أميما أرضي هم احتلوها داري هم من هدموا هائلتي ومن حبسوها وطفو تعمري قتلوها وتولي قولوا عن وطني أنه وطن وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم وتولي قولوا عن وطني أنه وطن وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم والقدس هل يعقل يا ناس تمسينك المحتلين هل هي عاصمة الأنجاز بل هي عاصمة فلسطين وستبقى وسنبقى لا يوجد أبلغ من هذه الرسالة اللهم عوصى لإسلامه من اسمين اللهم أغى أطفال فلسطين حسبنا الله ونعم الوكيل ما شاء الله ارفع العلم عاليا ماذا تقولين واش تقولين للطفل فلسطيني واش تقولين لأمان تحيا فلسطين حرة منصورة ما شاء الله تقولين نحن معكم قولينوا أنا معك أنا معك مع الطفل فلسطيني ظالم أو مظلوم قولينوا أنا معك نحن معك نحن مع فلسطين ظالم ومظلوم صحة ما شاء الله برافو يعني سيدة مشهب برعما لا تتعدى عمرها خمس سنوات بهذه الطلاقة بهذه البلاغة تصر الرسالة لا يوجد أبلغ منها ولا أصدح منها نعم أطفال مؤسسة كلهم تدرب رفقة المعلمات والمدربات من أجل نصرة هذه القضية يعني تلقى ابنات في عمر أربع سنوات خمس سنوات أطفال في هذا العمر يؤدينا أنشيد ومحفوظات الأطفال الجزائريين منذ الزيادة قبل أن نذهب إلى المدرسة لدينا القضية الفلسطينية كما قالت برعما في الدم والجزائر في القلب وفلسطين في الدم أي الطفل صغير تهدر على فلسطين كأنه يتبنىها من الوراثة لكن الحمد لله الإقبال كان جد متميز وطفولة تم تم حفظة حتى الأولياء ونشكر الأمهات ونشكر المدربات والمعلمات ورؤساء النوادي والمراكز اللي بدروا على هذا النشاط نقدم لهم تحية إن شاء الله عسى أن يسمعوا صوت الطفولة وعسى أن تحرر فلسطين وكما قالت أحسن كلام هو ما يخرج من الكلام والأطفال فلسطين إن شاء الله النصرة وإن شاء الله لهذه الإبادة نحن لها من الآن هذه الإبادة تطفى الطفولة وإبادة وطن إن شاء الله تطفى وتشعل النور ويتطفى هذه الإبادة إن شاء الله أكيد يعني مش رح يكون يعني السلطات المعنية والرأي العام العالمي الذي يجب أن يتحرك يعني في هذا الإبادة التفولة اللي راهم بجين لازم يفطنوا لأنه خلاص تعدد تفاقم الوضع يعني اليوم أصبح مستشفى الشفاء يعني قالك مئتين شخص وأنك تستهدف تقم الطبي وتستهدف القافلة يعني هذا جريمة إنسانية شنعاء يعني تعدد كل الحدود المنطقة كل الشرائع السماوية وحتى القوانين الوضعية البشرية لا منطق يبرد قتل الطفولة إلى مات السكوت إلى مات هذا الصمت لا ندل فتعملون سيدة مشهب في هذه المؤسسة على تأصيل روح الانتماء سواء للقضية الفلسطينية أو للعروبة أو للإسلام لدى الناشئة من خلال هذه النشاطات من خلال حتى المرافقين والمكوينين نعم هذه روح الوطنية نحن جزائرين قبل شيء ونحن مسلمين قبل شيء يعني هذه تأتي عن طريقة تعريف الطفل يعني مبادئ إحنا دولة جزائرية قبل شيء وإحنا دولة مسلمين يعني هذه مبادئنا أن الطفل نتعلموه أنه نحن مسلمين قواعد الإسلام الإيمان الدعاء كذلك يكون هناك أستيدة مختصين في الميدان أستيدة متدربين ذو مستوى علمي يعني ماشي أكفاء يعني حتى القاضية الفلسطينية بالنوال الجزائرين منذ زمن أزل يعني يعلموهم هذه فلسطين هي دولة إسلامية وهي جزء قضيتنا الأولى كعرب ومسلمين نحن لازم نسندهم وهذه إخوتنا لازم يكون عندنا صوت ولازم نرفع القاضية ولازم نتبنوها يعني أنك تقول احتيلة فلسطين معناها أنك تقول جزائر يعني جزائر هي فلسطين يعني هذه هذه اللي نتعاملوها احنا كجزائرين بصفعة عامة لأنه الوضع يرفق نفسه خاصة أنه وضع رواهي اللي حقنا له يعني تم تكييف الأنشطة تكييف أنشطة تكييف أنشطة تكييف متدايات وملتقايات ونشكر كل الدكاترة في كل مختلف الجمعيات الزائر لأبا وعميد الجامعات كلهم اللي بدروا معنا في هذا النشاط ووفقوا معنا في النشاطات ومثلا نهار 29 إن شاء الله جويلي 20 نوفمبر رح يكون إن شاء الله ملتقى ورح يكون هناك نشاطات وتكون ورشة حية في جامعة الجزائر يسف مخندة نشكر المدير يوسف مختاري عميد جزائر جزائر واحد يعني إن شاء الله ما حاش توقف غير هنا حتى أنا قتلهم حتى تكون سنة لفلسطين يعني على مدار السنة حتى تكون هناك نشاطات دعما للقضية دعما للقضية دعما للقضية لفلسطين ودائما تحت أصوات البراعم المؤسسة ودكاتيرا وإطارات المؤسسة طيب هل من رسالة في الأخير؟ تحية فلسطين خرة منصورة إن شاء الله هل من رسالة ربما في الأخير؟ الآن رسالة نوجهها سواء الأطفال والأمهات يعني نرفعوا صوتنا ما نقعدوش سامتين يعني أي إنسان يقدر يقدم إعانة ولا يقدر يقدر مساعدة ولا يقدر على أبسط شيء ولكن دعا يحاول رفع صوت القضية الفلسطينية إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيدة مشهب هند أكيد رئيسة المؤسسة الجزائري لترقية المبادرات الشبنية وتأهيل المرأة والطفولة أميما شكرا لك بنيتي بارك الله فيك إن شاء الله نستضيفك تكون كبير شكرا لكم إلى غرفة الأخبار مشاهدين موجزون بأهم الأنباء مشاهدين الكرام تحية طيبة أهلا بكم في هذا المعيد الإخبارية في المستهل وفي تطورات المشهد المأسوي بغزة مجازر وفضائع بالجملة ارتكبها جيش الاحتلال أمس في نقاط متفرقة من القطاع على غرار مدرستي الفخورة وتل الزعتر ومدينة حمد بخان يونس وبمجمع الشفاء الذي أخله المئات من المرضى والمصابين والنزحين قصرا أين ارتقى العشرات بعد قطع الوقود وتوقف أجهزة الانعاش والأكسجين هذا وتواصلت الغارة الصهيونية فجر اليوم موقعة 15 شهيدا وعديد الإصابات في قصف صهيوني استهدف مخيم النصيرات ومحيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس كما استشهد صحفيان فلسطينيان في قصف على مخيم يالبريج وسط القطع في غضون ذلك تشهد الضفة الغربية منذ ليلة أمس وإلى غاية اللحظة اقتحامات واسعة لمدن جنين قلقيليا ومخيم بلاطة بنبلوس استشهد على إثرها شبان فلسطينيان فيما أعلنت هيئة شؤون الأسر والمحررين استشهاد أسير من قلقيليا في سجن الاحتلال بالنقب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة في النشاط البرلمانية سنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم بعقد جلسة علنية يخصصها لتصويت على ثلاث نصوص قانونية تتمثل في مشروع القانون المتعلقي بصحافة المكتوبة وصحافة الإلكترونية ومشروع القانون المتعلقي بنشاط السمعي البصري بالإضافة إلى المصادقة على الحكم محل الخلافة في نص القانون المتعلقي بالغابات والثروات الغبية رياضه في كرة القدم وتحسب للجولة الثانية من التصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 يواجه اليوم المنتخب الوطني نظره المزنبقي بالعاصمة مابوتو حيث يتطلع الخضر لتحقيق انتصارهم الثاني على التوالي وتصدر المجموعة هذا ويمكنكم متابعة المباراة بداية من الساعة الثانية زوالا على القناتين الأولى والسادسة لتلفزيون الجزائري فحض موافق لمنتخبنا الوطني كرويا دائما واستكمالا لمباراة الجولة السادسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى يواجه اليوم نادي شباب بلوزداد شبيبة القبائل هذا فيما فاز أمس أولمبي أشلف على ضيفه وفاق سطيف بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع الأولمبي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الوفاق عند النقطة التاسعة في المركز الثامن وفي مباراة أخرى خطف أتليتيك بارادو انتصارا ثمينا بملعب مضيفه ناجم بن عكنون بهدف واحد دون رد ليصبح وصيفا بثلاثة عشرة نقطة فيما فاز اتحاد بسكرا على ضيفه اتحاد الجزائر بهدف نظيف ختام الموجز شكرا لكم على كرم المتابعة والسلام عليكم أهلا بكم مجددا مشاهدي العفاظ إلى فضعكم الإخباري هذا الصابح الآن نتحدث عن موضوع ورشة تكوينية بمخبر قانون الأسرة تابع لجماعة الجزائر واحد كلية الحقوق حول تفاوت حقوق أفراد الأسرة في المراث استفادة في الموضوع نسعد باستضافة الدكتورة رواق فتيحة بجماعة الجزائر واحد كلية الحقوق دكتورة صباح الخير شكرا لك على قبول الدعوة صباح النور شكرا لكم على هذا الدعوة أهلا بكم أهلا بك دكتورة رواق ليتحدث بداية عن هذه الندوة أو الورشة التكوينية التي حملت موضوع أو ناقشت موضوع تفاوت حقوق أفراد الأسرة في المراث ما هي الإشكاليات التي طرحت خلال هذه الندوة نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا تم تنظيم ندوة في كلية الحقوق طبعا ضمن النشاطات التي يقوم بها الأساتذة في كلية الحقوق سعيد حمدين هذا الندوة طبعا هي ضمن مخبر قانون الأسرة طبعا قانون الأسرة لا يفوتنا أن نذكر السيدة الدكتورة الفاضلة فركوز دليل التي أنشأت هذا المخبر وهي أستاذتنا طبعا مع جمع من الأساتذة المتميزين في كلية الحقوق طبعا الآن رئاسة انتقلت إلى الدكتور جمع العياشي ولكن هذا السيدة الفاضلة نبقى دائما نذكرها بألف خير إذن كنا نظمت هذا الندوة طبعا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالميراث لأن هذا الورشة مختصة في الميراث هذا الندوة تنولنا فيها محاور ركزنا على محور ميراث ذوي الأرحام تحدثنا عن التنزيل وتحدثنا أيضا عن بعض الحالات الخاصة في ميراث الزوجين إذن هنا لماذا؟ لأن هذه الأمور هي أمور أو قضايا تترح قضايا كثيرة تثير جدلا والمشارع الجزائري هناك بعض الفراغ في قانون الأسرة الجزائري فلابد من مناقشة هذه المواد في قانون الأسرة الجزائري ومحاولة تقديم البديل للمشارع الجزائري من طرف الأساتذة والباحثين حضر هذه الندوة خبراء في القانون نعم خبراء في القانون طلبت دكتورة أساتذة طبعا والهدف من هذه الورشة ومن خلال الموضوعات المطروحة ترحنا موضوع التنزيل وهو موضوع غاية في الأهمية ترحنا موضوع ميراث ذوي الأرحام أيضا يصور حول هذه المواضيع جدل فقهي كبير يعني لابد من معالجته نفصل ولو في عجالة بطريقة مبسطة للمواطن الكريم دكتورة رواك في هاتين الإشكاليتين تنزيل وميراث ذوي الأرحام والجدل المرتبط بهما والذي على أساسه قدمت اقتراحات لحل هاتين الإشكاليتين ما المشكلة لما تروح فيهما؟ طيب بالنسبة لموضوع ميراث ذوي الأرحام يعني ميراث ذوي الأرحام لو نرجع قليل إلى الوراء نرى أن الميراث يستحقه أصحاب الفروض ويستحقه العصبة يعني أصحاب الفروض ذكروا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة واستحقوا في بعض الحالات من اجتهاد الفقهاء وأنك العصبة أيضا إذن هؤلاء لا خلافة في توريثهم ولكن فيما بعد كانت المرأة المسلمة مرأة ولادة كان نادرا أن تكون أسرة ليس فيها زوج أو زوجة أو أبناء أو أعمام أو أبناء أعمام أو أب أو أم إذن ظهرت حالات فيما بعد لا يوجد لا زوج لا زوجة لا عم ما لا عم هنا ظهر ورث آخرون من ليسوا بأصحاب الفروض وليسوا بعصبة يعتبرون من ذوي الأرحام يعني نبسط الفكرة للمشاهد ونعطي أمثلة عن ذوي الأرحام الخال أو الخالة بنت البنت فهؤلاء في السابق وقع جدل حول مدى توريثهم فظهر في بداية الأمر بعض الفقهاء القدامى قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام وأن المال يذهب إلى بيت المال ثم ظهر الرأي القائل بمدى توريث ذوي الأرحام طبعا إعطاء الأدلة من القرآن الكريم ومن المعقول ومن الأحاديث الشريفة طبعا خاصة السنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد ورث ذوي الأرحام وعلى هذا الأساس أخذ بتوريث ذوي الأرحام أعطى ميرات ذوي الأرحام بما أن توريث ذوي الأرحام جاء متأخرا فالأمر كان لابد من البحث فيه من ناحية من هم ذوي الأرحام المشرع الجزائري ذكر توريث ذوي الأرحام ولكنه ذوي الأرحام لدينا ربع صنف من ذوي الأرحام المشرع الجزائري اكتفى بذكر صنف واحد اللي هما الفروع وهنا نقص كبير في قانون الأسر الجزائري من المفروض أن يذكر ذوي الأرحام أو أن يعرف ذوي الأرحام تعريفا جامعا ومانعا هذا أيضا أمر قد نقشه الأساتذة وقد طرحنا اقتراحات لوجوب معالجة هذا النقطة وبالتالي اقتراح مادة تنظم أو تعرف تعريفا جامعا مانحا لذوي الأرحام أيضا بما أن هذا التوريد ذوي الأرحام جاء متأخرا فطرح إشكالية أو ترح تساؤل كيف يورث هؤلاء هناك ظهر أيضا مذاهب في الطريقة التي يورث بها هؤلاء هناك طريقة أهل القرابة وتريقة أهل التنزيل المشرع الجزائري بالرجوع إلى المادة التي تصنف ذوي الأرحام نستنتج أنه أخذ بمذهب القرابة ولكن المذهب الأقرب إلى المنطق هو مذهب أهل التنزيل وعلى هذا الأساس هذا المذهب ينزل الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله عندنا بنت البنت إذا توفي وترك بنت البنت تنزل بنت البنت مكان البنت بنت الأخت الشقيقة نزل الأخت الشقيقة مكان الأخت الشقيقة وهنا هذه الطريقة تريقة مذهب التنزيل هي طريقة أقرب إلى المنطق وسهلة في إعطاء حقوق ذوي الأرحام هنا أيضا اقترحنا أن يوضح المشرع الجزائري المذهب الذي يعتمده في توزيع التاركة على ذوي الأرحام واقترحنا أن تكون هذه الطريقة التي هي طريقة تمتاز بسهولة من ناحية وأيضا تتماشى وقواعد توزيع التاركة بين ذوي الأرحام هذا بالنسبة لموضوع ذوي الأرحام ثم جاء الموضوع الأكثر جدل وهذا هو تنزيل تنزيل الأحفاد نفصل قليلا حتى نشرح للمشاهد الكريم ماذا نعني بالتنزيل ومن يعني نعم نعم طيب نحن بالنسبة للتنزيل التنزيل المشرع الجزائري يستعمل مصطلح التنزيل في بعض التشريعات العربية تستعمل مصطلح الوصية الواجبة ولكن ما معنى كل هذا معناه يعني لما يتوفى عندنا أحفاد يتوفى والدهم نعم في حيات جدهم هنا إذا كان هذه الأطفال يعني يتامى يجتمعوا عليهم اليتم والفقر هنا لو نتبق القواعد قواعد الميراث يعني بدون يعني دخول في التفاصيل الأكاديمية يعني بالنسبة للمشاهد الكريم لو حاولنا تبسيط الفكرة هنا في بعض الحالات أو حالات لا يرث فيها الأحفاد يعني ليس لهم حق في ميراث جدهم إما لحجبهم أو لوفاة أبيهم قبل جدهم أو لغيرهم مدى يعني جد حيا يرزق نعم إذن هذا أيضا من الأمور المستجدة يعني ما هيش مستجدة مستجدة ولكن لم تكن موجودة عند فقهاء القدامى وعلى هذا الأساس أيضا وقع جد الفقهي حول مدى صحة تنزيل الأحفاد الأحفاد نعم هنا وبعد هذا الجد الفقهي توصل فقهاء إلى وجوب تنزيل هذا الحفيد طبعا لإعطائه شيء من تركة جده وليكون تكافل اجتماعي بين أفراد الأسرة يعني من غير المنطقي أن يعيش الأعمام في حالة مادية جيدة وأبناء الأخ أبناء الأخ يعيشون يتاما وفي حالة مادية صعبة على هذا الأساس هذا هو الأساس تكافل اجتماعي ويعني حتى عندنا المنباحثين حاولوا التوفيق بين إعطاء حق هذا الحفيد طبعا وإيجاد توازن في المحافظة على حقوق باقي الورثة يعني حتى المشرع الجزائري هنا يعني تميز عن بعض التشريعات الأخرى يعني وضع شروط لمراث الأحفاد يعني من بين شروط أن لا يتجاوز نصيبه يعني عندما أنزله منزلة أصلي يعني منزلة الأب أو الأم يجب أن لا يتجاوز نصيبه الثلث هذا أيضا حتى لا يكون فيه ظلم ما يكونش فيه ظلم وليس هذا فحسب يعني كي أمور أخرى اشترط أن لا يكون وارثا من أبيه يعني لو كان هذا الشخص وارث من أبيه أو من أمه فالإشكالية والمشكلة غير مطروح يعني لأن السبب في تنزيله منزلة أبيه أن يكون محتاجا لهذا النصيب منه التاركة أيضا أن لا يكون وارثا من جده يعني عندنا في الميراث بعض الحالات حيث يكون الشخص وارثا من جده يعني غير محجوب عندنا فيما يسمى بالميراث يعني الطلبة هذا الأمور يفهمه الطلبة والفرديون هناك بعض الحالات يكون فيها الوارث غير محجوب وبالتالي هذه الحالة أيضا لا تدخل ضمن الحالات التي تناولها الفقهة وتناولها المشرع الجزائري إذن هناك شرط آخر يعني الجد قد يكون أعطى لحفيده شيء بدون مقابل في شكل هيبة في شكل هيبة يعني هنا أيضا الإشكال غير مطروح لأن الوصية ما معنى الوصية الواجبة يعني كان فيما سبق الجد لما يتوفى الإبن تعوه يترك وصية لأحفاده نعم فيما بعد يعني بعد تغيرت الحياة الاجتماعية أصبحت هذا الأمور غير موجودة وعلى هذا سميت بالوصية الواجبة يعني كان من المفروض أن يتركها الجد لأبنائه ولكن الإشكال الكبير في هذا الموضوع هو فكرة الأحفاد هل ننزل الذكور الأبناء والبنات أم ننزل الذكور الذكور فقط الذكور دون الهنى وقع هناك خلاف فقه كبير لا يزال قائما لا يزال حتى في كلية الحقوق يعني هناك نقاش حول هذا الموضوع لماذا النقاش حول هذا الموضوع؟ يعني حتى المشارع الجزائري استعمل كلمة أحفاد الحفيظ هناك الرأي الذي يقول بتوريث الإبن والبنت يفسر كلمة يرجع لما نرجع لتفسير الأحفاد فالحفيظ هو ولد الولد يعني يشمل البنت ويشمل الولد نعم ولكن هناك من يرى أن هذا التنزيل هو استثناء ولا يجوز التوسع في الاستثناء يعني حتى بالنسبة لتشريعات العربية تشريعات العربية نقدر نلخصها في ثلاث مواقف موقف يقول بتنزيل الأحفاد ذكورا أو إناثا وموقف يقول بتنزيل الذكور دون الإناث وهناك موقف وسط يخوض به المشرع المصري ويقول بأنه يجب تنزيل الذكور والطبقة الأولى من الإناث لماذا؟ طبقة الأولى من الإناث لماذا؟ لأن الشخص عندما يتوفى الشخص الوارثين شكون هم الورثة عنده الإبن وإن نزل البنت وبنت البنت الطبقة الأولى فلا تريث لا يريث أولاد البنات ولا يريث ولد بنت الإبن هذا الموقف هو الموقف وسط نحن في الجزائر عندنا كثير من الباحثين يرفضون هذا الطرح ويرون وجوب تنزيل الذكور دون الإناث وفي نفس الوقت هناك بعض الأمور يتفق فيها الجميع وهي وجوب أن يكون وجوب أن يكون التنزيل عن طريق القضاء لماذا؟ يعني الموثق لا يمكن له أن يراقب مدى توفر الشروط التي ذكرها المشرع الجزائري أما القاضي فيمكن له أن يتأكد من هذا الأمور يعني حتى هناك أبحاث جديدة في بعض الدول العربية حماية للورثة لأنه يجب لما نتكلم عن التنزيل يجب إيجاد توازن وعدل اجتماعي بين إعطاء حق الحفيد وبين الحفاظ على حقوق الورثة وعلى هذا الأساس هناك قلت أبحاث وقدمت آراء حول هذا الموضوع مثلا إذا كان توفي شخص وترك الأحفاد الحفيد يجب أن لا يؤثر نصيبه على أعمامه إذا كان النصيب بتطبيق قواعد التنزيل النصيب كان أكبر من نصيب الأعمام يجب أن ينظر أيضا في هذا الأمر وهكذا الأمور ستأخذ شيء من التوازن وتحقيق العدالة المتمثلة في حماية هذا الطبق من اليتامة الذين يعيشون في فقر وبين الورثة الذين طبعا الورثة هنا حتى النصيب يعني النصيب يعني ما يفوتش واحد على ثلاثة يعني الوسية هذا هو الحدو التحل حفاظا على صلة الرحيم حتى المراث يقوم على فلسفة معينة من بين الأمور التي يقوم عليها المراث الفلسفة التي يقوم عليها المراث يعني التكافل اجتماعي الحفاظ على صيلة الرحيم حتى بالنسبة لميراث البنات لما يقولك ميراث البنت تاريث الثلثين والباقي يذهبوا إلى الباقي تاريثه الأخت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو العم أو الورطة هنا يعني فيها حكمة يعني الحكمة أين تكمل الحكمة يعني هي يعني العم لما يأخذ شيء من الميراث من الأب تاريث البنت أو العم هنا يعني يبقى هذا الرابط الاجتماعي وهذه العلاقات الطيبة وأنهم سيتواصلون أو سيصلون رحم هذه الفتاة التي أخذوا شيء من ميراث أبيها يعني هناك حكمة أو فلسفة يمكن أن نطبقها على كافة الحالات بالنسبة للميراث دكتورة رواق ربما هناك إشكاليات أخرى أو مساء الأخرى تدور حولها النقاشات في مخبر قانون الأسرة يتركزون عليه مثلا نعم هناك يعني نشاطات في المستقبل يعني حتى العنوان عنوان الموضوع يعني التفاوت بين نعم نعم بين أفراد نعم بين أفراد الأسرة هنا يعني نتطلق لكافة الموضوعات يعني التي تثاروا حول الميراث في قانون الأسرة يعني حتى بالنسبة للميراث المرأة نعم عفوا ميراث المرأة يعني حتى فكرة للذكري موضوع للذكري مثل حظ الأنثيين نعم يعني هذا موضوع يعني فيه يعني يعني بعيد عن السواب لماذا؟ لأنه عندنا ربع حالات فقط تارثوا فيها للذكري مثل حظ الأنثيين والحالات الأخرى عندنا حالات تتساوي فيها المرأة مع الرجل ميراث الأخوة الأخوة لأم الأخ لأم والأخت لأم يتقاسمون الثلث بالتساوي لدينا حالات يريثوا فيها عندنا مثلا حالة توفي عن مثلا زوج عندنا أخت شقيقة هنا الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف هنا الرجل يأخذ مثل المرأة هناك حالات المرأة تأخذ فيها نصيب أكثر من نصيب الرجل عندنا البنت عندنا مثلا عندنا بنت تأخذ النصف عندنا الجد انتحها قد يأخذ السودوس يعني وهنا أيضا نرجع للفلسفة فلسفة الميراث يعني الميراث بقدر ما يكون الشخص الجيل هذا الجيل الصغير يأخذ أكثر من الجيل الآخر لماذا البنت هذه صغيرة عندها يعني بمجرد ولادتها تستحق النصف من ميراث أبيها والجد يأخذ السودوس طبعا عندنا حالات يعني السودوس فرضا والباقي تعصيب السودوس ويمكن أن يريث بالتعصيب ولكن في كل الحالات عندنا البنت تأخذ نصيب أكثر من نصيب الجد عندنا أيضا حالات كنا تريثوا فيها المرأة ولا يريثوا فيها الرجل عندنا مثلا ميراث توفي عن مثلا بنت وأخت شقيقة وعم هنا البنت تأخذ النصف الأخت الشقيقة تأخذ النصف ولا شيء للعم هناك حالات أخرى الفتاة تحجب الأنثى تحجب الذكر عندنا توفي عن زوج وبنت وأخت لأب أو أخت شقيقة وأخ لأب الزوج يأخذ نصيبه الربع لوجود الأبناء البنت تأخذ النصف للإنفراد الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيب ولا شيء للأخ لأب يعني أخ لأب ويكون محجوم بالبنت إذن بدراسة المراث وأحكام المراث سنرى بأن المرأة كانت حتى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنثى الميزان هي الأنثى الميزان هي الأنثى للذكر مثل حظي الأنثى يعني الأساس هي الأنثى وعلى هذا الأساس هناك أبحاث طبعا لتوضيح بعض الأمور التي ممكن أن يكون الأشخاص قد فهموها فهما خاطئا طبعا لعدم اطلاعهم أو غير ذلك شكرا جزيلا لك الدكتورة رواق فتيحة من جماعة الجزائر واحد كلية الحقوق على الحضور وعلى هذه الاستفادة القيمة شكرا لكم شكرا فاصل نتواصل بعده ويبقوا معنا شكرا 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 نحدث الآن عن فعاليات منتدى الشباب لدعم الاقتصاد الدائري استفادة في الموضوع نسعد باستقبال سيد محمد لمين بلعيدوني نائب رئيس مجلس الأعلى للشباب مكلف بالتنسيق ومتابعة المشاريع أهلا وسهلا بك صباح الخير ونشكر على هذه الاستضافة وتحية لك ولكل سيد المشاهدين أهلا بك سيد بلعيدوني نتعرف بداية معك على أهمية هذا الحدث بلسل رحيم بالنسبة للنشاط المزمعي أو الذي يتم تنظيمه اليوم وهو منتدى الشباب لدعم الاقتصاد الدائري الذي يأتي في إطار البرنامج السنوي لألمس على الشباب وربما نحن الآن نمر بفترة فعالية مع فعالية وهذا ما أدى إلى أن نجح المجلس أن يخلق حركية غير عادية في شتى المجلات بحيث أن كل لجان أصبحت تشتغل بيئة توازي وكل لجنة تشتغل على المحاور التي تم تستيرها في البرنامج السنوي فربما النشاط الاقتصاد الدائري الذي يعتبره من بين الأولويات سواء الأولويات التي تشتغل عليها في المجلس نحنه كشباب أو الأولويات التي تشتغل عليها الدولة الجزائرية وفق رؤيتها الاستراتيجية في هذا المجال نظرا للظروف ونظرا للسياق العام الذي مربما سياق العام الدولي متعلق بهذا الجانب المجال نعم نعم وبطبيعة الحال هذا النشاط أو هذا المنتدى الذي يكون اليوم بإشراف يستحه بعد لحظات بإشراف من السيد رئيس المجلس على الشباب وكذلك السيدة وزيرة البيئة أو الطاقات المتجددة الذي يتناول العديد من المحاور وكذلك العديد من الأهداف التي نريد من خلالها أن تكون مخرجات هذا المنتدى على شكل توصيات وعلى شكل آراء متعلقة بهذا الجانب من أجل ترقية هذا الجانب من أجل الوصول أو تحقيق الهدف الذي نشهده وهو تحريك الشباب نحو هذا القطاع من أجل خلق اقتصاد مستدام من خلال بين قوسين من خلال هذا الفضاء الذي يعتبر من البداء الاقتصادية للدولة الجزائري يتم انطلاقه اليوم في ولاية نعم يتم انطلاقه اليوم في ولاية الصطيف ربما نحن في المجلس على الشباب اعتمدنا نمطية لا مركزية في تنشيط أو في تنظيم الفعاليات ربما قبل يومين كنا في قافلة شبابية نحو أو المتعلقة بحركية شباب متعلقة بدراسة واقع حركية شباب وكذلك من أجل ترقيتها عبر ثلاث ولايات ولاية البويرة وكذلك مدينة بوسعادة بولاية المسيلة وكذلك ولاية بورجبوري ريج اليوم في ولاية ستيف مع هذا المنتدى كم سيدون سيد بلعيدوني بالنسبة للمنتدى كانت فيه يومين أشغال بارحة كانت فيه ربما ورشات هامشية واليوم الإفتاح الرسمي والأشغال الرسمية التي سوف تخلص إلى مساء إلى الجلس الختامي التي تبلور علىها البعين الختامي الذي يتضمن التوصيات وكذلك المقترحات وربما بعد الحدث الرئيسي للمجلس على الشباب بعد هذا الفعالية اللي هو منتدى شباب الجزائر في طبعته الثانية الذي يكون في ولاية وهران نعم ينطلق ابتداء عملية الاستقبال المشاركين من 21 نوفمبر إلى غاية 25 نوفمبر هذا الحدث الذي يأتي في طبعته الثانية بعدما كان طبع الأولى في طبعة تبسة حول لنفس الموضوع لا لا بالنسبة للمنتدى الشباب الجزائر له طابع آخر وله أهداف أخرى ربما نحن في المجلس على الشباب في نعتمد مقاربة غير نمطية وهي أنه نهتم بجانب تنمية القدرات وتعزيزها لدى الشباب الجزائري وكذلك من صاحة تعبير غرس وبناء القناعات لدى القناعات الوطنية لدى الشباب الجزائري التي تعتبر من بين الأولويات أو من المحاور الأولوية وفق الاستراتيجية للمجلس 23-33 هذه التي ربما من خلالها نسع إلى التمكين للشباب في جميع المجالات خاصة الاقتصادي والسياسي وهذا ما يسمحه في كذلك أن نركز على دفع الشباب لإنخراط في الديناميكية الوطنية التي تشهدها البلد ربما إذا نظرنا إذا هذه الفعالية سيشارك فيها حوالي 800 شاب جزائري من كل ولاية الوطن على فئات مختلفة انطلاقا من أعضاء المجلس على الشباب 148 غض وكذلك مشتخلة في المجلس وربما كذلك حتى من دوبي البلديات مجموعة منهم نعم نعم وكذلك شباب ولاية وهران وربما في الميزة التي في هذا المتدى هو أنه جاء نتاج أو جاء لربما يعالج مخرجات نشاطات التي كان المجلس على الشباب ينظمها وهي المخيمات الشبابية السيفية المتخصصة التي كل مخيم كانت له مجموعة من المخرجات وكانت له مجموعة من الفرق التي سوف تشارك والمجلس ربما هيكلنا نظامه التكويني والتدريبي على ثلاثة نقاط النقطة الأولى الجلسات الحوارية التي تتناول عنصر أو محور القناعات القناعات المرتبطة ب ربما واقع مشاركة شباب في الحياة العامة وما هي آليات ترقية هذا المجال وكذلك جلسات حول التمكين الاقتصادي وجلسات حول أو جلسة عفوا حول التمكين السياسي للشباب هذا بالنسبة لمحور القناعات لما نروح إلى محور المهارات التي يتناول طبيعة الحال نحن دائما ما نسعى في إطار تأهيل أو تدريب الشباب نركز على محور المهارات الحياتية التي تتناول التخطيط وكذلك القيادة والتخطيط المحور الثاني التواصل والتشبيك هذا بما يتعلق بالمهارات وهناك جانب آخر الذي يأتي في إطار مهام نسعى للشباب وربما يأتي تحت الجلسات أو مجموعة التفكير التي تتتانى والوعف ومخرجات المخيمات الصيفية التي يتم مناقشتها مع خبراء ومع أساتذة لتخلص في الأخير إلى مشاريع جاهزة لربما نرفعها لأسلطات العليا ربما لقطاع الوزاري أو حتى للسيد رئيس الجمهورية في نهاية السنة سوف نحن مطالبين بتقديم تقرير سنوي حول نشاط المجلس تأثيرا مباشر لنشاطات المجلس من خلال هذه الأرشات المخيمات الصيفية كما قلت مجموعات التفكير أي مدى تسهم هذه الآليات التي يعتمدها المجلس الأعلى للشباب في تأطير وتبني الشباب اليوم وتوجيه نحو بوطقة واحدة وهي خدمة الوطن صحيح لو عدنا قبل سنوات نلاحظ بأن الشاب كان لا يؤمنوا بما يأتي من السلطات من القمة صحيح لفقدان للعديد من الاعتبارات ولفقدان هي أثقة أنا أصدق القولة ولا أبالغ إذا قلت بأن في هذا المتدى في إطار التحذير بمعنى أن كنت المشرف على التحذير وقعنا في حرج العديد بحيث رفعنا العديد إلى 800 مشارك فمضطرنا إلى غلق القائمة وهناك طلبات عديدة ومتواصل الشباب للمشاركة في هذا المتدى ربما نخلص إلى نتيجة واحدة وهي بأن الشاب أصبح يلتمس الخير ولا يلتمس الأمل في هذا المجلس من خلال الفعالية التي قطعا أردنا أن تكون غير نمطية وبحيث أن تحاول تغيير أو استهدفنا ذهنية الشباب بحيث أن هناك فعلا هناك إرادة حقيقية نحو بناء جزائر جديدة وهذه الجزائر تكون بمساهمة شباب نحن في كل خرجاء سيد رئيس الجمهورية يؤكد على الشباب وكذلك يقول بأن المشعل للشباب ولا يمكن أن نبني هذه الجزائر ولا يمكن أن نحقق ما نريده فيه الجزائر الجديدة إلا بسواعد الشباب وبقدراتهم فالمجلس من خلال نشاطاته وبين أبرز نشاطاته هو المنتدى نحاول من خلال كل هذه المحاور التي نتناولها هذه الطبعة في المنتدى نحاول كما سبق وأن ذكرت أن نركز على مجموعة من النقاط التي هي من جوهر من ساحة تعبير من جوهر ما يتعلق بالشباب جانب القناعات منطلق الأساسي هو القناعات الوطنية للشباب وتكون بخلفية بطبيعة الحال خلفيتنا التاريخية المرتبطة التي يجب أن لا نرتبط بها نعتز عليها وكذلك نستند عليها في انطلاقتنا نحو المستقبل وكذلك جانب المهارات لأنه إذا شخصنا الواقع ومن خلال العديد من النشاطات والفعالية التي نظمناها خاصة الجلسة الشبابية المركزة لاحظنا بأنه أو استنتجنا بأنه هناك نقص أو احتياج في جانب القناعات والمهارات وكذلك لا نريد أن تكون نشاطات هنا مجرد نشاطات وربما من أجل الصور وإنما نحاول أن تكون هذه النشاطات لها مخرجات واضحة ومخرجات موضوعية ومخرجات لها علاقة تمس جوهر الشباب حسب كل الفئات ترجمة إلى الواقع أساسي صحيح والتي نريد من خلالها فعلا أنه شاب نحن مثلا استهدفنا بالمخيم الصبي أربع أنواع من الشباب نعم لدينا شباب المتطوع شباب النوادي الجامعية شباب التكوين المهني وكذلك صناع المحتوى هذا الشباب كما هذا الفئات كامل إذا شارك معي في مجموعة من الأنشطة وشاف بأنه ممكن يجيب مجموعة مجموعة هذه الفعاليات فهنا نحن نرهن مصداقية المؤسسات وكذلك نظر صحيح وهذا من أهم الأولوية التي نشتغل عليها كذلك فئة أخرى لا يجب أن نهملها ويجب أن نركز عليها وفق رؤية واضحة لدول الجزائر هي الاهتمام بشباب الجالية فهذه الطبعة متميزة كذلك بأنه سيشارك فيها شباب من الجالية ممثلي الجالية وربما نحن في شهر نوفمبر الطبعة هذه لها ربما ميزة خاصة نحن لدينا ثمانمائة مشارك ثمانمائة مشارك وزعناهم رمزيا وعلى 22 مجموعة 22 مجموعة كل مجموعة تحمل اسم عوض من أعضاء المجموعة التاريخية مجموعة 22 التاريخية حتى يكون هنا صحيح حتى يكون هنا ارتباط بين الماضيين المجيد وكذلك حتى يكون سنة أو قاعدة لنا من أجل المستقبل طيب سيد بن عيدوني اختيار صطيف ووهران كان بشكل مقصود ولماذا وما الذي ينتظر من هذه الفعاليات اليوم صحيح كما سبق واندقك ذكرت بالنسبة للمنس على الشباب في أولى انطلاقته ركز على أن النشاطات تكون نشاطات تمس كل مناطق الوطن الجزائري وكذلك أن نبتعد عن مركزية النشاطات هنا أو نحصرها فقط في العاصمة وكذلك ربما لما استدفنا مدينة صطيف لأن صطيف هي ولاية رائدة في مجال الاقتصاد دائري أستسمحك سيد بالعدوني لنظل دائما في هذا السياق بالحديث عن فعالية متداء الشباب لدعم الاقتصاد الدائري الجاري تنظيمه بولاية صطيف معنا من هناك زميلة آمنة بعطوش صباح الخير آمنة ما الذي يتوفر لديك من تفاصيل حول هذا الحدث الهام سباح الخير زميلة يكيد ننقل لكم اللحظة من ولاية صطيف فعاليات المنتدى الوطني حول دعم الاقتصاد الدائري وهو ترقية وتعزيز الاقتصاد بما ينعكس وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة أكيد اليوم في هذا المنتدى سيشار الذي يشرف عليها السيد رئيس المجلس الشعبي السيد رئيس المجلس الأعلى لشباب مصطفى حيداوي والذي سوف يشرف على فعاليات هذا المنتدى بمشاركة ما يفوق مئة وخمسين شابا وشابة من طلب وحامل المشاريع وروادي الأعمال والمؤسسة الناشئة أكيد اليوم سيتم اليوم التوجه أو وضع آليات وسبل أكيد حديثة بما يخدم الاقتصاد الدائري وأكيد ستكون هناك تجرب واحدة يقف معي اللحظة السيد خير الدين جدي وهو رئيس لجنة على مستوى المنتدى مرحبا بك سيد مرحبا أستاذ نحن اليوم على مشارف افتتاح منتدى الشباب لدعم الاقتصاد الدائري الذي يشرف عليها المجلس أعلى للشباب بتحديد لجنة البيئة والتنمية المستدامة لجنة متخصصة في هذا المجال حيث هدفنا الأساسي من هذا المنتدى هو فتح آفاق واسعة للاقتصاد على المستوطني ومواكبة استراتيجية الدولة بتنويع الاقتصاد والخروج من الجانب الريعي وكذلك الاستفادة من طروات جديدة وكذلك مدخول جديد للخزينة العمومية لما لا توفير مؤسسات ناشطة شبابية في هذا المجال وكذلك فتح آفاق لامتصاص نوعا ما من البطالة وكذلك المحافظة بدرجة أولى على البيئة الروح الوطنية التي من خلالها يكون الشهاب الجزائري مواكب الاقتصاد للدولة ويكون بناء عضوا فاعلا في رقيب الاقتصاد الوطني وبالسياسة التنموية للبلاد إن شاء الله أكيد ونحن من جهتنا نواصل فعاليات هذا المنتدى الذي أكيد سيشمل عديد الورشات التي ستكون هناك تجارب لحامل المشاريع والمؤسسات الناشئة بما يؤكد وجود أنساق اقتصادية بديلة وأيضا نظيفة وبئية أيكولوجية وصناعية نواصل تغطيتنا لفعاليات هذا المنتدى بمختلف ورشاته وتجاربه وتدخلتنا اللاحقة سنوافقكم في تدخلتنا اللاحقة شكرا جزيلا لك يا أمين بعطوش ولضيفك الكريم على هذه الاستفادة عودة إليك سيد بلعيدوني المؤكد أن هناك حرص شديد إرادة سياسية قوية لاستقطاع بالشباب ومرافقتهم نحو تحريك دوليب الاقتصاد الوطني من خلال الاقتصاد الدائري من خلال المقاولاتية كما ورد في الأسبوع العالمي المقاولاتية تفضل صحيح حتى هذه الفعالية تأتي في إطار الأسبوع العالمي المقاولاتية ربما في شقها المتعلق بالاقتصاد الدائري والاقتصاد ذا الطبيعة المستدامة أو ذا أهداف الأمستدامة إذا عدنا إلى المجلس على الشباب في إطار منهجيته التي يعتمدها في تناوله أو مواضيع المتعلقة بالشباب نرى بأن هناك تكامل بين كل المجالات سواء الجانب الثقافي والسياحي والرياضي سواء الجانب الاقتصادي وكذلك الجانب المقاولتية وحتى كذلك الجانب القناعات المتعلقة بالبعد السياسي والمشاركة في الحياة العامة وهذا ما يسمح بأن نمش كل فئات الشباب الجزائري وحتى نحقق ربما السيد الرئيس الزمورية أعطى رسالة وإلتقفناها والتقطناها ويقال بأن هذا المجلس تم إنشاؤه ليكون مجلس كل الشباب الجزائري ونحن من خلال هذا نريد أو نسعى إلى تحقيق هذا الهدف الأساسي والرئيسي الذي نسعى إليه ربما هذا المنتدى المنتدى الشباب لدعم الاقتصاد الدائري هو منتدى ربما أقول يتناول فيه العديد من المحاور العديد من النشاطات والفعاليات لكن الهدف الرئيسي أن هذا المنتدى سيكون له ما بعده ويكون انطلاقة فعلية من أجل أن نفتح للشباب هذا الفضاء الواسع خاصة بالشراكة مع وزارة البيئة والتقاط المتجدين هل من رسالة في الأخير سيد بالعيدون؟ المهم في الأخير ربما نحن رسالة الأخيرة وأن نلمس على الشباب يسعى جاهدا من خلال كل برامج التي ننظمها بالتوازي وكذلك التي تمس كل الفئات من أجل أن يمثل فعلا الشباب الجزائري على تنوعه يتماشى مع الديناميكية الوطنية من أجل بلو هدف واحد وواحد وهو أن نبني الجزائر الجديدة التي يكون فيها الشاب ممكنا له فاعلا فيها لا على الهوامشي كما كان سابقا شكرا لك سيد محمد لمين بالعيدوني نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب مكلف بالتنصيق ومتابعة المشاريع على الحضور الكريم وعلى هيئة الاستفادة شكرا ربي أفكر شكرا أجمعين فاصل المشاهدين ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا بكم من جديد مشاهدين الأفاضل آخر ملف نتناوله في هذا الصباح نتحدث فيه عن هبية التظاهرات الاقتصادية الوطنية والدولية للترويج للمنتجات الوطنية وايضا تعميم توظيف الذكاء الاقتصادي في التسيير المؤسساتي استفادة في الموضوع نسعد كثيرا باستقبل دكتور محمد دميش ممثل بورصة المناولة الجزائرية والشراكة دكتور دميش مرحبا شكرا لك على قبول الدعم صباح النور شكرا لكم على الدواء الكريمة أهلا بك دكتور دميش ليتحدث عن أهمية هذه التظاهرات الاقتصادية الوطنية والدولية في الترويج للمنتوج الجزائري وربما آخرها هو تتويج المنتوج الجزائري بالمرتبة الأولى في معرض الإفريقي للتجارة البينية بما يؤكد ترافسية هذا المنتوج وقدرته على جلب الاستثمار في البلاد شكرا لكم على الدواء الكريمة بالفعل التظاهرات الاقتصادية تندرج في إطار ما يسمى السياسة التسويقية التسويق لما نتحف الاتصال والتسويق لأنه لما نتحف على الاتصال والتسويق الهدف الأساسي منه أنه تعرف بمقدراتنا وتعرف بإمكانياتنا ما هو معقول أنه تكون عندنا طاقات تكون عندنا إمكانات وتكون عندنا نتائج نخبيها داخل المؤسسات أو داخل أي دولة فوز المشاركة الجزائرية بهذا التتويج في ظاهر أو في حدث إفريقي مهم جدا وهو مؤتمر التجارة البنية الإفريقية لترويج لمنطقة التبادل الحر الإفريقية والتأكيد للسياسات والإجراءات التي يتم اتخاذها مؤخرا فيما يخص تشجيع الإنتاج الوطني تشجيع المقدرات الوطنية وتشجيع الصادرات هذا تأكيد كذلك على أنه عندنا إمكانيات وعندنا يعني شروط النجاح علينا فقط أننا نكون سمحيلي في العبارة نكون أكثر عدوانية وأكثر تنفسية في إفريقيا أكثر إقبالا واقتحاما لهذه الفرص بطبيعة الحال ويمنسلكش بأن الجزائر عندها قاعدة صناعية حتى لو أن اليوم فيه بعض نقاط يجب تحسينها إلى آخر ولكن فيه قاعدة صناعية في الجزائر فيه غنى وتنوع لنشاط لمختلف القطاعات نشوفه عودة تدريجية وبشكل محبب ومثمر للعديد من الإنسجة وعديد من القطاعات والأشطاء الصناعية صناعات الغذائية صناعات الدواء صناعات الكهر المنزلية فيه تسناعات يعني مواد البناء التي لدينا فيها فرص تنفسية كبيرة وفيها قيمة مضافة ويمكن أن تساهم مباشرة في الوصول إلى عتابة والأهداف التصديرية المسطرة مؤخرا 15 و 20 و 30 مليار دولار إن شاء الله خارج المحروقات نعم بطبيع الحال لذلك علينا نحن من خلال التظاهرات من خلال التعريف بالمنتوج الوطني تعريف بالنسج الصناعي الجزائري بتنفسية هذا المنتوج وإن كان يعني موضوع التنفسي يحتاج إلى عمل أكثر في المستقبل القريب ولكن بالعموم يعني هو يحتاج إلى عمل كبير دكتور دميش ولكن بالعموم ما هي حظوظنا الوفيرة في تعزيز هذا الامتداد الإفريقي خصوصا يعني تماشيا مع توجهة الاستراتيجية للدولة الجزائرية ما الذي يصنع تميز هذا المنتوج على قلة هذه المواصفات والتي نعمل على تحسينها مستقبلا شوفي سيدتي يعني نحن نشوف اليوم حذرنا وشفنا يعني قبل 2019 و2020 واليوم شفنا لما كان فيه إجراءات لإعادة يعني تحيين الخارطة خارطة الجغرافية وخارطة الاقتصادية والتجارية للجزائر من خلال دعم أكبر للمنتوج الوطني شفنا البوروز عديد من العالمات المكلة شوفها من قبل وبذات ربما تقريبا بنفس الجودة اللي كانت من المنتوج المستورد بأسعار أكثر تنفسية نشوفوا اليوم رأنا مستهلكين رأنا نشوفوا في السوق ونشوفوا يعني نديروا يعني تسوق نتعنا عادي ونشوفوا الفورص ونشوفوا الغينة اللي يروا كاين هذه الأولا ثانيا يجب العمل على يعني الولوج إلى الأسواق أولا نحن نتحدث على إفريقيا ولكن فيه كذلك قارة الأوروبية لا ننسوها أيضا نعم وين فيها عندما منتجات أكثر تنفسية مؤخرا كان فيه حدث أو هذه الأيام الأخيرة كان معرض حول التمور وين الجزائر تعتبر ربما أحسن وأجود التمور على مستوى العالم هذه فرصة يعني رويدن فارويدن لما أننا يعني خلينا نقول لك نسوق ونعلن أكثر نتواصل أكثر على المنتجات الجزائرية صنع في الجزائر سوف يصبح سهلا استهلاكه من قبل المسالكين للأفريقيا والأوروبية بشكل عام فيه نقطة كذلك ثالثة هي كما تفضلت وقلت مجمل الجهود التي يتم بذلوها الآن من أجل يعني تفليل كل العقابات نحو نشاط تصديري لأنه التصدير ما هوش فقط عمليات مؤقتة يقوم بها أي متعامل اقتصادي التصدير هي مهنة هو نشاط يحتاج من قبل يعني السلطات العمومية تهيئة الظروف لجعل المنتج الوطني أكثر تنافسية ويحتاج أن المتعاملين اقتصاديين كذلك يكون فيه تنظيم داخلي داخل المؤسسة تنتحهم بحيث يكون التصدير نشاط كباقي النشاطات ثالثا في الفرصة الموجودة اليوم أن الجزائر كما قلت موجودة ما بين قارتين ما بين سوقين مهمين جدا السوق الأوروبي بحوال 800 مليون نسمة وبقدرة شرائية كبيرة كذلك الجزائر موجودة في إفريقيا وخصوصا في منطقة محددة من إفريقيا وهي دول غرب إفريقيا التي تمتلك كثافة سكانية كبيرة حوال 400 مليون نسمة وبالتالي سوق مهم للصادرات الجزائرية وشفنا اليوم تواجهة السلطات العمومية من خلال إنشاء فروع لبنوك أجنبية في هذه الدول نواقشة سينيغال داكار يعني في الأيام القليلة مقبلة إن شاء الله كونديفور الكامرون هذا هو السوق الطبيعي للمنتجات الجزائرية وشفيه كذلك عمل على تذليل العقوبات خصوصا ما تعلق باللوجستيك فيه مجموعة من إجراءات التي يجب تكميلها والتي فيها عمل على مستوى ظهر مؤخرا من قانون النقد والقرض في انتظار المراسيم التنفيذية المرتبطة به لتذليل بعض الصعوبات المرتبطة مباشرة بالعملية التجارية وكان فيه منذ تقريبا عشر أيام أو خمسة عشر يوم فيه لقاء لسيد وزير التجارة برفقة السيد وزير المالية لحديث مباشرة المتعامل الاقتصاديين فيما يخص المجال أو الأمور المرتبطة بالأمور المالية نعطيك أمثلة بسيطة جدا لأن هذه الأمور البسيطة هي التي ستشجع الصادرات الجزائرية خارج المحلوقات يعني نحضر لك مثلا على تجهيزات الكهرومنزلية فيه ناسي صناعي تقريبا 80-90% من المنتجات التي تبع في الجزائر مصدرها منتجين وعلامات جزائرية ولكن فيه عقبة مرتبطة مباشرة بالصادرات الجزائرية فيما يخص تجهيزات الكهرومنزلية هي خدمات ما بعد البيع لأنه لما صدر منتجات إلى دول أخرى لجب أن المصدر أو المصنع الجزائري يجب عليه قانونا ولزاما في الدولة المستقبلة لهذه المنتجات أو السلاع أنها تضمن خدمات ما بالبعد ولكن بفعل بعد تعليمات بنك الجزائر من الصعب أن يكون فيه الوفاء وتزديد فواطير المرتبطة بالخدمات هذا الأمر يتم نقشته حاليا اليوم من قبل بنك الجزائر لتفليل هذه العقبة فيه كذلك مثلا عقبة مرتبطة بصناعة الدواء والجزائر عندها صناعة يعني يلبس بها فيما يخص الدواء وفيه سوق كبير يعني فرص كبيرة في أفريقيا فيما يخص الدواء مرتبطة أساسا بتسديد كل الأمور لما يخفى لك سيدتي أنه لما نسوق دواء في مرحلة أو في سوق معين في مجموعة من الإجراءات والتراخص التي يجب الحصول عليها قبل عملية التسويق عملية دفعة التكريف والتراخص في بعض العلاقات اليوم وبعض الصعوبات يتم دراستها من قبل باك الجزائر لذلك فشوفي أنتها شوفي يعني الفرص موجودة قطاعات صناعية وفروع ونشاطات صناعية واقتصادية عديدة ومتعددة فيه فرص كبيرة هذه الفرص يعني كما قلت مقبلة لازم يكونوا أكثر عدوانية ولازم يكونوا أكثر شراسة لأنه السوق هذا يمنظموش أنه السوق راو في حكر يعني الاقتصاد الجزائري في منافسين كثور في منافسين يعني بيئات تشريعية لأنه متعامل اقتصادي الجزائري ينشط في بيئة تشريعية جزائرية متعامل أجنبي آخر يستهدف نفس السوق ينشط في بيئة تشريعية وقانونية مخالفة ربما تكون مواتية أكثر مواتية أكثر يعني هذا هو التعبير لذلك فهذه الفروقات لازم نكونوا في وخذينا بعي الاعتبار نكونوا دائما في انتباه شديد لهذه الأمور جيد هذا بالنسبة لهذا الجانب الأول من هذه المداخلة دكتور دميش اتحدث أيضا اليوم عن تعميم وتوظيف تعميم توظيف ما يعرف بالذكاء الاقتصادي في التسير المؤسسات بداية ما هو هذا الذكاء الاقتصادي وما هي أهميته وفائدته بالنسبة للمؤسسات أود أن أشكرك على السؤال لأنه مرتبط بالتظاهرات مرتبط بالتصدير مرتبط بكل هذه التنافسية التي نبحث عنها يعني مصطلح الذكاء الاقتصادي يقال أنه أول مرة ما تم استعماله سنة 1967 ولكن بترجمة انجليزية في أول مرة كان يقال على أنه الذكاء أو استعلام التنافسي لكنا نتحثه اليوم والآن يعني على أن السوق لم يكن متعامل لم يكن دولة وحدة هي التي تحتل السوق وإنما فيه تنافسية التنافسية هذه والمنافسين احنا كمتعامل اقتصاديين أو كدولة يجب أن نكون في انتباه ونراقب تطورة السوق ونراقب تغيرات المتعاملين فيه المنافسين إلى آخره عملية المراقبة هذه تتطلب معلومات لذلك فالذكاء الاقتصادي البعض يسميه الاستعلام الاقتصادي الآخرين يسموه الذكاء التنافسي لأنه اليوم أراك في بيئة تنافسية أنت كمتعامل العملية الأساسية سواء مؤسسة سواء إدارة أو سواء دولة حتى دولة على مستوى الدول العملية الصعبة هي عملية اتخاذ القرار تخيلهم أي سيدتي أنك ستقوم باستثمار وليس لديك المعلومات الكافية حول الاستثمار هذه يعني الفشل أكيد ولما تحث على الفشل تحثوا على ديون إلى آخره لذلك فعملية اتخاذ القرار مرتبطة أساسا بجودة المعلومات وموثوقية وموضوعية المعلومات الموجودة لذلك ف يعني تبسيطا للأمور الذكاء الاقتصادي هو تلك العملية التي تعنى بعملية جمع المعلومات حماية المعلومات من أجل التأثير في مجرية الأمور هذا هو مربط الفارس وهذه القيمة المضافة لما يسمى بالذكاء الاقتصادي وإن كان البعض يسمى بالاستعلام الاقتصادي بمعنى في فرق ما بين ما يسمى بالذكاء الاقتصادي وفرق ما بين اللي يقضى لفاي لأنه في العلوم الاقتصادية وفي علوم الإدارة هذو مصطلحين الشائعين أكثر إن كانت اليقضى لفاي تعنى فقط بعملية جمع المعلومات من أجل تخزينها عملية الذكاء فعفوا ترحل أكثر من ذلك فهي تجمع المعلومات تخزين المعلومات من أجل استعمال تلك المعلومات في اتخاذ القرارات الصائبة لذلك فمصطلح الذكاء ماهوش مرتبط فقط بمؤسسة اقتصادية وإنما ينطبق كذلك حتى على الدول هذا هو المصطلح العام للذكاء الاقتصادي أهميته كما تفضلت وقلت سواء على المستوى المؤسسة أو على مستوى الدولة نعمل في بيئة تنفسية ونعمل للمستقبل صناعة المستقبل والتنبؤ بالمستقبل تتطلب مننا معطيات ومعلومات وتتطلب مننا قرارات يجب يتخذها تخيالي أن مؤسسة أو حتى دولة لا يكون لديها المؤطيات والمعلومات الكافية عن البيئة التي تنشط فيها وتتخذ قرارات خاطئة وحتى أنها لا تتنبأ بالمستقبل لذلك أستكمل معك النقاش دكتور دميش بعد أن تابع نشرة الأخبار من الأسج رقم واحد ثم لنعود بإذن الله موجز للأخبار أهلا بكم مشاهدين الكرام بداية وفي تطورات المشهد المأساوي بغزة مجازر وفضائع بالجملة ارتكبها جيش الاحتلال أمس في نقاط متفرقة من القطاع على غرار مدرستي الفاخورة وتل الزعتر ومدينة حمد بخان يونس وبمجمع الشفاء الذي أخلاه المئات من المرضى والمصابين والنازحين قسرا أين ارتقى العاشرات بعد قطع الوقود وتوقف أجهزة الإنعاش والأكسجين هذا وتواصلت الغارة الصهيونية فجر اليوم مقيعة خمسة عشر شهيدا وعديد الإصابات في قصف صهيوني استهدف مخيم النصيرات ومحيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس كما استشهد صحفيان فلسطينيان في قصف على مخيم البريج وسط القطاع في غضون ذلك تشهد الضفة الغربية منذ ليلة أمس وإلى غاية اللحظة اقتحامات واسعة لمدن جنين قلقيليا ومخيم بلاطا بنابلوس استشهد على إثرها شابان فلسطينيان فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحرارين استشهاد أسير من قلقيليا في سجن الاحتلال بالنقب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في النشاط البرلماني يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغله اليوم في جلسة علنية يخصصها للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية تتعلق بمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بالإضافة إلى المصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية في رياضة وفي كرة القدم وتحسبا للجولة الثانية من التصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 يواجه اليوم المنتخب الوطني نظيره المزنبقي بالعاصمة مابوتو حيث يتطلع الخضر لتحقيق انتصارهم الثاني على التوالي وتصدر المجموعة هذا ويمكنكم متابعة مباراة بداية من الساعة الثانية زوالا على القناتين الأولى والسادسة لتلفزيون الجزائري فحظ موفق لمنتخبنا الوطني كرويا دائما واستكمالا لمباراة الجولة السادسة لبطولة الرابط المحترفة الأولى يواجه اليوم نادي شباب الوزاد شبابة القبائل هذا وفز أمس أولمبي شلف على ضيفه وفاق صيف بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع الأولمبي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الوفاق عند النقطة التاسعة في المركز الثامن وفي مباراة أخرى خطف أتليتيك بارادو انتصارا ثمينا بملعب مضيفه نجم بن عكنون بهدف دون رد ليصبح وصيفا بثلاث عشرة نقطة فيما فاز اتحاد بسكرا على ضيفه اتحاد الجزائر بهدف نظيف بهذا نختم الموجز أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم أهلا بكم من جديد مشاهدين العفاظ العودة مجددا إلى ضيف فعي الكريمة دكتور محمد دميش ممثل بورصة المناولة الجزائرية والشراكة بالحديث عن أهمية تعميم توظيف الذكاء الاقتصادي في التسيير المؤسساتي دكتور دميش تحدثنا عن تعريف هذا الذكاء الاقتصادي ما أهميته بالنسبة للمؤسسات كما قلنا سابقا أي مؤسسة مؤسسة إدارة حتى الدولة مجبرة يوميا بشكل متواصل على اتخاذ القرارات والقرار هو في حقيقة حل من بين مجموعة من الحلول وكل حل عنده سلبيات والإيجابيات تنتعوا لذلك فجودة اتخاذ القرار خصوصا لما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية اللي عندها يعني أثر كبير في المستقبل على مؤسسات أو على الدولة يعتمد بشكل كبير على جودة المعلومات الموجودة لما كلما يكون عندنا معلومات يعني بكمية متاحة أو كمية لبس بها موثوق فيها موضوعية إلى آخره كلما تكون جودة القرار يعني اللي نحن تخذوه أكثر صوابا لذلك فعملية الذاكى الاقتصادي أو الاستعلام الاقتصادي يعني الغاية منها أو القيمة المضافة انتحها هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يعني يعني العديد من المعلومات ربما احنا بعض المعلومات يعني ما نعطو لهاش أهمية ولكن تكون ذات أثر على القرار لذلك فالعديد من المعلومات التي تنشط فيها المؤسسات أو الدولة إلى آخره أولا ثانيا عملية تحليل المعطايا هذه والتبويبة وتصنفة لاستخراج المعلومات المفيدة وهنا مربط الفارس الكبير لأن القراءات تقدر تكون مختلفة الأهمية لنعطوها على يعني موضوع أو على معلومة ربما تختلف من شخص إلى آخر من مختص إلى آخر والثالثة لما نخفل المعلومات أو جسء من المعلومات وما نعطوهاش الأهمية كبيرة تحربة ما هذا هو الذي يكون عنده الآثار كبير المرحلة الثالثة واللي هو اليوم موضوع الساعة خصوصا مع تحثوا على الرقمانة وعلى يعني للديجيطاليزاس والنوميريزاس والي بروسس يعني الأمر المرتبط به أو يعني المحور أو الموضوع الجديد اليوم هو أمن المعلومات الأمن المعلوماتي لأنه يعني يقال ويتداول بأنه في المستقبل بيترول المستقبل هو المعلومات وهو المعرفة كلما تكون عندك يعني 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 كابيتل صفوار يعني رأس مال معرفي أكبر كلما تكون عندك الفرصة في التأثير في الأمور تنتقل مما يسمى من يعني موقع مفعول به إلى موقع فاعل هذا الشيء هذا الشيء ليوم احنا معناش قاعد نشوف فيه معناش قاعد نشوف فيه يعني في السنوات السابقة ولكن تم تداريك مؤخرة من خلال تأسيس ويعني تخصيص وزارة كاملة على مستوى الطاقم الحكومي مرتبطة وموجهة مباشرة لاقتصاد المعرفة لأنه القيمة المضافة الإنسان ويعني كمية المعرفة وذكاء الإنسان هو ليصنع الفارق ليس الأدوات ولا يعني البرامج إلى آخر وإنما الإنسان التنمية البشرية الذكاء البشرية هو ليخلق الفارق جي اليوم المرحلة نتاع حماية المعطيات وحماية المعلومات حتى اليوم يعني لو كان نشوفه كان لي يعني مداخلة في يعني في حدث أو موقع معين الحديث اليوم لو كان نشوفه البرنامج الوطني للبحث العلمي يركز أساسا على ثلاثية الأمن الطاقوي والأمن الصحي والأمن الغذائي ولكن لا يوجب إهمال الأمن المعلوماتي لأننا اليوم نشوفه سعي السلطات العمومية نحو الرقمنا نشوفه اليوم جميع الإدارات والعديد من المؤسسات رايقعدة يعني تقوم بعملية إنشاء لقاعدة بيانة حتى مؤخرا في مجلس الوزاري المؤخر تم قرار اتخاذ قرار إنشاء بنك معلومات مع الشركة الصينية لحماية المعلومات هذا الجانب لا يجب إخفاله لأن حياتنا ويومياتنا مرتبطة اليوم بالمعلومات وببنك المعلومات لذلك فالمرحلة الرابعة في عملية ذاكاء الاقتصادي أو الاستعلام الاقتصادي هي المرحلة المهمة وهي المرحلة اللي خلاته يختلف على المفاهيم الأخرى هي مرحلة التأثير لما تكون عندك معلومات ولما تكون عندك رؤية مستقبلية تروح للمرحلة أخرى أنك كنت تستعاني المستقبلاً تعك ما تكونش تكون فاعل في هذا المستقبل وليس مفعولاً به وهذه نقطة الاختلاف لو نرى اليوم الأوائل لأسوا لهذا العلم هم الفرنسيين من خلال المحافظة العامة للتخطيط لأنهم يدركون جيداً بأن المستقبل يمكن صناعة المستقبل يجب إيجاد مكان للدولة في المستقبل للمؤسسات الاقتصادية في المستقبل في الأسواق المستدفة وهذا لما نهبطه من المستوى كلي على مستوى المؤسسة تخيلي سيدتين أنك تروح اليوم كمؤسسة اقتصادية تروح اليوم لسوق من الأسواق وما تكونش عندك معطيات عن السوق وعلى السوق طبيعة الحال على سلوك المستهلك في هذا السوق شكون هم المؤثرين في السوق كيف يتم عملية كيف يعمل التوزيع قنوات التوزيع من هم المنافسة المحتملين إلى آخره تخيلي وضعك كمؤسسة باستثماراتك بأموالك بكل خطتك المستقبلية وتروح نحو المجهول لذلك فعملية الذكاء الاقتصادي مرتبطة أساسا بجمع المعلومات ولا يعتبر جمع المعلومات يعني عملية جمع المعلومات وتقارير إلى آخرها عملية مكلفة جدا متعامل الاقتصادي لا يمكنك تحملها وحده وهذا لما نربطه مصطلح الذكاء الاقتصادي خصوصا لما تحثوا على التصدير خصوصا لما تحثوا على يعني الولوج إلى أسواق دولية يتم ربطه مباشرة بمصطلح آخر اللي هو الدبلوماسية الاقتصادية دبلوماسية الاقتصادية الموجودة صفاراتنا الموجودة بالخرج ما نوط بها وملزمة أنها توفر المعلومات الموثوقة للمتعامل الاقتصادي والمستثمرين لأنه بدون هذه المعلومات الموثوقة فيها المغامرة ستكون صعبة جدا لمتعاملين الاقتصاديين وبالتالي الأهداف الموضوعة من قبل السلطات العمومية في كل ما يتعلق بالتصدير على المحك لأنه النشاط الاقتصادي بصناعة المستقبل مرتبطة بمجموعة المعلومات فيه اليوم مصطلح آخر يمكن يعني دمجه داخل عملية الذكاء الاقتصادي هو الذكاء الاستناعي وإن كان هما مجالين مجالين مختلفين ومصطلحين متكاملين حتى لا يتم خلط يعني فهم الموضوع يمكن إدراج تقنيات ومصار الذكاء الاستناعي داخل عملية الذكاء الاقتصادي وليس العكس لذلك يعني حتى تعم الفائدة على كل مؤسسات مؤسسات الاقتصادية الجزائرية والأعوال الاقتصادية سواء حتى حتى الإدارة حتى يعني السلطات العمية مدعوون للتعامل بجدية مع هذا الملف للأسف الشديد هذا الموضوع بقى فقط اليوم يدرس أو يتم معالجته في الحقل الأكاديمي من خلال الملتقايات والدوات ولكنه لا يحظى بالأهمية الكافية على مستوى إدارتنا أو مستوى مؤسساتنا الاقتصادية يعني مؤخرا يعني في نهاية السنة الماضية درنا يعني مؤتمر في المدرسة الوطنية الإدارة تحت وزارة يعني رعاية وزارة الصناعة من أجل تحسيس وتدارس تجارب الموجودة اليوم لبعض المتعاملين الاقتصاديين سواء في القطاع الأخاص أو القطاع العام عن تطبيق ماذا تطبيق الذكاء الاقتصادي في هذه المؤسسات نقدر نقول لك بللي اليوم رأنا في مرحلة أولية يعني إن كان المصطلح بعض المتعاملين الاقتصاديين يعلمون بالمصطلح يعلمون بي ويعرفون يعني أهميته ولكن ما زلنا في مرحلة اليقظة مرحلة يعني مرحلة يعني مرحلة جمع المعلومات فقط وإن كان الحصول على المعلومات على المستوى الوطني يعني صعب جدا صعب جدا وحتى يعني نوعية المعلومات الموجودة حتى الإحصائيات ربما ليست دقيقة يعني مشكلة كبيرة لأنه يوميا حتى الإنسان العادي في حياته اليومية مجبر اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات مرتبط في نوعية المعلومات الموجودة فما بالك بمتعامل اقتصادي يريد يعني استثمار أو يعني منتوج جديد داخل الوطن أو خارج الوطن شي صعب جدا شي صعب جدا يبقى يعني الذكاء الاقتصادي مهم جدا حفاظا حتى على أمننا القومي دكتور دميش محمد ممثل بورصة الجزائرية للمناولة والشراكة على الحضور أشكرك جزيلا وكذلك على هذه الاستفادة القيامة شكرا لك تريدات الفضيلة شكرا مشاهدين الأفضل إلى هذا الربرتاج الذي عادته الزميلة مريم ثابت بشأن الصناعة التحويلية للتمور في بلادنا شكرا من الولايات الرائدة في مجال الفلاحة النخيل تحتل أكثر من 40% من عدد النخيل المتواجدة على المستوى الوطني حوالي 4-2 نخلة وبالتالي المنتج النخيل أكثر من 3-3-1 وهذه المساحات يرى كل عام تزيد حتى المصدرين حوالي 70% من المصدرين المتواجدين على المستوى ليت بسكرا يعني مصدر التومور صعوبة مهمة جدا لأنها تلعب دور كبير في الاقتصاد كما تعرف وبعد المحلوقات كان الطمر اللي راي يصدر عام العام هذا نسبيا لبس به يعني لا لأن الكمية دائما كأنها قضية درس الحرارة كل مرتبع درس الحرارة كثيرة يكون تمر جاف الدولة في مجال النخيل يتعاون في حفل الأبار نعم لقدم رخصها يتعاونه وحتى في الريب التنقية الوطاقوت هذكر راي يتعاون فيه بالإضافة إلى معالجة النخيل وهذه تنوت التعجيفة أثر شوية نوعا ما ورغم تأثير التغيرات المناخية على نوعية وجودة التمور فإن في اللحو المنطقة يتوقعون زيادة قدرها مئة ألف قنطار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارض بالنسبة لنوعية أمور العام هذا نوعا ما نوعية جيدة ومنتوج جيد أما من ناحية السوق السوق لبس به المستموى سوق سوق القروس سوق لبس به مليح من ناحية تحفيزات الفلاحين الدولة عاونتها في الأسم العام هذا وفي حفر الأبر أما بخص المسارك فلاحية منعدمة خلاص الدولة دات مجهودات كبيرة من ناحية الكهرباء الفلاحية من ناحية المناقب والله أو نملك القول بالمياه الصالحة للسقي الفلاحي فتح مسالك فلاحية ونتمنى من دولة دولة إن شاء الله ومثل في مديريات في فوليد بسكرا نزيد سعطي أهمية أكبر لهذه الثروة الكبيرة والهائلة التي تساعد في جلب العمر الصعب ولأن الجزائر مشهورة بإنتاج أجود أنواع التمور لا سيما داكلة نور وجبا على السلطات توفير المزيد من المرافقة والدعم لهذه الشعبة لمضاعفة الإنتاج وترقية الجودة وكذا المساهمة في المدخل الوطنية لا سيما بالعملة الصعبة آخر محطة في هذا الصباح الصباح الرياضي مباشرة مع لبنة برويس صباحك سعيد لبنة صباحك أسعد عفاف بكل متابعين عبر قنواتي تلفزيون الجزائري إلى الركن الرياضي والبداية بأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيواجه ظهر اليوم نظيره الموزن بيقي بداية من الساعة الثانية الزوالا في إطار الجولة الثانية من التصفية المؤهلة لكأس العالم الفين وستة وعشرين ويستهدف المنتخب والوطني الفوز في المباراة والانفراد أقول في صدارة المجموعة السابعة تفاصيل أكثر عن اللقاء في تقرير مواجهة الجزائر الموزن بيق تأتي بعد ثلاثة أيام من مواجهة الصومالة انتهت لفائدة الخضر والهدف هو تحقيق انتصار ثاني يسمح للجزائر بمواصلة المشوار في ظروف مثالية وهادئة الإمكانيات متوفرة والخيارات موجودة لتجاوز عقبة الصفرية الطويلة وصعوبة الاسترجاع لاعب المنتخب الوطني يعرفون جيدا ضرورة وأهمية تحقيق الانتصار أمام منتخب الموزن بيق الذي سافر هو الآخر وفاز على بوتسوانا بثلاثة أهداف لهدفين ويصنف في المركز مئة وثلاثة عشر في ترتيب الفيفا الناخب الوطني ومن دون شك سيحدث بعض التغييرات والتعديلات على التشكيل لتمكن اللاعبين الأكثر جاهزية من تقديم ما هو مطلوب والعودة بنقاط المباراة كاملة خبرة لاعبين ستكون حاسمة وأكثر من مهمة على غرار إسلام السليماني الذي عادل الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ تصفيات كأس العالم بإفريقيا والذي هو من نصيب الإفواري ديدي دروكبا بثمانية عشر هدفا الفوز على الموزنبيق يضع منتخبنا في صدارة مجموعته السابعة ويمهد الطريق لانتصارات أخرى يتحقق بفضله الهدف الأساسي وهو التأهل إلى المونديال مباراة المنتخب الوطني أمام مناظره الموزنبيقي ستكون منقولة مباشرة على القناة الأولى بداية من الساعة الثانية زوالا يسبقها بلاطو تحليل بداية من الساعة الواحدة زوالا نمر الآن إلى أخبار كرة القدم المحترفة حيث تعطر نادي نجم بن عكنون مرة أخرى أمام ضيفه نادي بارادو بهدف مقابل صفر ليبقى صاعد الجديد دون فوز إلى حد الآن بعد مرور ست جولات وعلى ملعب الشهيد بو مرزاق حقق أولمبي شلف الأهم حينما فاز على ضيفه وفاق السطيف بهدفين مقابل هدف واحد كما حقق أبناء مدينة الزيبان اتحاد بسكرة فوزا هاما أمام اتحادي الجزائر بهدف دون رد آخر مواجهة في الجولة السادسة ستجمع شبيبة القبائل ومستضيفها شباب الوزداد بداية من الساعة السابعة مساء بملعب الخامس جويليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى رابطة الهوات وفي مجموعة وسط شرق فشلت حاد الحراش في تحقيق أول فوز له هذا الموسم بعدما فرض عليه رائد اتحاد خميس الخشنة التعادل بهدف لمثله يقول وليد غريبية مباراة بين نقيضين احتضناها ملعب أول نوفمبر بالمحمدية عندما نزل متصدر الترتيب اتحاد خميس الخشنة ضيفا على صاحب المركز ما قبل الأخير اتحاد الحراش مباراة دخلها الضيوف دون مقدمات وما هي إلا خمس دقائق ركنية ملعبة زيشي يتوغل يوزع كرة أرضية وبن موسى يفتتح مجال التهديف رد المحليين جاء في الدقيقة العشرين بتزديد قوية من الهواري مرت فوق المرمى ثم مخالفة بودان بعدها بأربع دقائق والحارس تبال في المكان المناسب لتثمر محاولات الحراشيين في الدقيقة الحادية والثلاثين بعد اتباك في دفاع المنافس وبودام يعدل النتيجة الربع ساعة الأخيرة لم تحمل الجديد باستثناء هذه التزديدة من نطرش لفائدة الزوار لكنها إلى الركنية لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله الشوط الثاني رمى فيه اتحاد خمس الخشنة بثقله على غيرال تزديد خطاب في دقيقة الستين مرة جانبية بعدها بثلاث دقائق من موسى يوزع ورأسية خطاب يردها القائم لتعود إلى نطرش الذي يروض ويسدد لكن كرته فوق المرمى لتتواصل محاولات أجبال المدرب مانع لكن لا رأسية نطرش في دقيقة السبعين ولا تسديد البجيل بومنات في دقيقة الخامسة والسبعين تمكنت من الوصول إلى شباك الحارس برلال لتنتهي المباراة على وقع التعادل بهدف في كل شبكة ونقطة لكل فريق وصف مجموعة وسط شرق أولمبيك أقبو تمكن من العودة بالزدي كاملا بعد تنقله إلى العلمة لمواجهة مولودية العلمة حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد يقول ياسف بوخناف من عدبها أولمبيك أقبو من ملعب 845 بيستيف أمام المضيف فريق مولودية العلمة هذا الأخير دخل المباراة بعناصر من فريق ذديف بسبب الذائق المالية التي يعيشها النادي أصحاب الأرض كانوا السباقين للهجوم وأول محاولة عن طريق اللاعب حمد أكرم في الدقيقة السادسة بعدها مباشرة هجوم معاكس وخصة ثانية عرب أمير وجها لوجه لكن الكرة كانت خارج الإطارة رد فعل الزوار جاء في الدقيقة الخامسة والعشرين عن طريق بن بورنان محمد السديق في هذه المحاولة ثم قائد الفريق مباراة في هذه الرأسية لكنها انتهت في أحضان الحارس زياني على الدين أصحاب الأرض تمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى الشباق المسعودي والهدف وقعه اللاعب عيب تقي الدين وكان ذلك في الدقيقة الرابعة والثلاثين من زمن الشوط الأول الزوار حاولوا فيما تبقى من الوقت دادارو كالموقف ومباراك كرته يصدها الحارس وقبل دقيقتين من نهاية المباراة بن بورنان محمد السديق يسغل خطأ في الدفاع ويعدل النتجة هدف لهدف هي نتيجة الشوط الأول المرحلة الثانية داخلها الزوار بقوة من أجل إضافة الهدف الثاني وهددوا مرمى الحارس زياني في مناسبتين عن طريق اللاعب بلو الناس محفوظ هذا قبل أن يتمكن المهاجم بولعويدات من إضافة الهدف الثاني في مرمى مولودي تلعلمة في الدقيقة الثامنة والستين الزوار وصلوا الضغط على مرمى مولودي تلعلمة وهددوا مرمى الحارس زياني في مناسبتين عن طريق البديل فوز لشهب والمهاجم بولعويدات محمد ثلثة نقاط ثامنة تضع أولمبيك أقبو في المرتبة الثانية بعشرة نقاط فيما تتواصل معاناة فريق مولودي تلعلمة هذا الموسم مباراة أخرى انتهت بالتعادلية السلبي جمعت بين شباب برج منايل وشباب باتنا يطلعنا على تفاصيلها محمود جبيلي في هذا التقرير في مباراة انتهت كما بدأت استضاف فيها شباب برج منايل الضيف شباب باتنا حيث كانت تعين كل فريق على النقاط الثلاث أول فرصة حقيقية في اللقاء كانت في الدقيقة الخمس عشر من جان مهاجم شباب باتنا ناجي وبضربة مقصية على التلعارضة الأفقية للحارس شوشي رد أصحاب الدار في الدقيقة العشرين وركنية محمود وجدت الحارس الباتني بن شيخ في المكان المناسب دقيقتين بعدها طالب لعب برج منايل بركل جزاء لكن الحكم الطيب بودربال أمر بمواصلة اللعب نلعب الدقيقة الثانية والثلاثون رغي من جانب شباب باتنا ينفذ ركنية بإحكام كادت أن تخادع الحارس الشوشي والدفع للركنية الضغط شباب باتنا تواصل والجنح كرميش بعمل فرض يتوغل يراوغ لكن التسديدة كانت ضعفة الشوط الأول اختتمه ناجي بتسديدة كانت سهلة بالنسبة للحارس الشوشي والحكم يصفر نهاية الشق الأول من المباراة بالتعادل السلبي المرحلة الثانية كنا ننتظر فيها استفاقة الفريقين وانتعاش اللعب وأول محاولة كانت لزوار بعد خروج سيء من الحارس الشوشي والدفاع يتدخر في آخر لحظة الدقيقة الثامنة والستون سوء تفاهم في دفاع شباب باتنا واللعب حمدوي يفوت على فريقه فرصة افتتاح النتيجة لتمركز بعدها اللعب في الوسط مع تسجيل بعض المحاولات من الجانبي لكن دون جدوى أخطر فرصة في اللقاء كانت مع نهاية الوقت الرسمي أين ضيع مهاجم الكاب قدور الشريف وجه لوجه مام الحارس الشوشي وانتهت المباراة بتعادل أبيض لا يخدمه كلا الفريقين بعيدا عن أخبار كرة القدم حقق أولمبيك تيشي مفاجأة من العيارية الثقيل بتتويجه لأول مرة في تاريخه بكأس الجزائر الكرة طائرة للسيدات بعد فوزه على جمعية ولاية بجايا بنتيجة ثلاثة مقابل صفر في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس بألقاعة المتعددة الرياضات مصطفى تشاكير بالبوليدا وجاءت الأشواط على النحو التالي 25-23 و25-22 ويخلف أولمبيك تيشي في سجل المنافسة جاره مشعل بجايا المتوج بكأس نسخة 2022 على حساب رائد بجايا مشاهدين نهاية جولتنا الرياضية لهذه الصباحة شكرا لكم على المتابعة وذلك يا عثف شكرا لك لبنة برويس على هذه الإطلالة شكرا لكم مشاهدين الأفضل في ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح على كرة شكرا لكم على المتابعة